موسيقى السلام عليكم مرة فتت لو تفتكرو احنا تكلمنا عن الانتشارة اتكلمنا ان في عندنا ودي النورمال ودي الديفول ودي الاكثر الانتشارا طبعا وعندنا استارت وستارت وعندنا فنش توستارت وعندنا استارت وفنش وقلنا فنش توستارت ده الطبيعي ان الحاجة تخلص والحاجة اللي بعدها تبدأ وستارت وستارت ان الحاجة تبدأ فالحاجة التانية ايه تخلص وادربنا وكنا عندنا حتى لغبطة في الجزء بتاع وكان برضو زميل صحح لي فطبعا هي في وجهة نظر لفكرة ان انت تبور وبعدين تستنى لما تنشف وبعدين ترمو والفريمز والي احنا كنا نقصده ان احنا تبقى الانستول الفريمز خلصت فنبتدي نبور الكونكريت تمام تبقى الانستولينج الفريمز كلها خلصت وبعدين نبتدي نبور ال ايه الكونكريت فاول relationship عندنا هي finish to start ودي بنقول لما الفريمز كلها تكون انستول هنبتدي نعمل بورينج للايه الكونكريت طيب تاني relation start to start لازم recording يبدأ عشان presenting يبدأ وده اللي بيحصل بالفعل ال session بتفتح بيبتدي المهندس عمر او المهندس احمد يبدأ ال recording هو عاملينه automatic مع القاعة لما بتفتح وبيبتدي المهندس احمد يتكلم سواء هو هيبريزنت او هيكلم عادي او انا هبتدي presentation وهكذا وبالتالي recording start عشان بريزنتينج start طيب finish to finish وقلنا المرة اللي فاتت الالكتريكال ويرنج الالكتريكال ويرنج انما ما تكون بتعمل الالكتريكال ويرنج في building او في apartment وحضرتك بتعمل testing كل ما حصل لكل وير extending كل عملت extend الواير بتعمل testing فلحد ما كل الوايرنج يتم انت ما تقدرش تقول ان التستينج خلص لكن اول ما الوايرنج to be finished ساعتها الالكتريكال testing can be finished تمام نيجي الstart to finish وقالنا ده زي عامل زي ايه زي ما يكون فيه two security guards في building وفيه شفتات ما بينهم الشفتات اللي ما بينهم واحد لازم ييجي الاول يفتح الشفت بتاعه ويستلم عشان اللي قبله يقفل الشفت بتاعه ويمشي فبالتالي هنا ايه start to finish start to finish خيب واتكلمنا كمان ان عندنا four types of dependencies في mandatory وفي discretionary الم mandatory دي بتبقى حاجات physical limitation يعني انا ما ينفعش ان انا اقول الكونكريت قبل ما انستول الفريمز او اريموف الفريمز قبل ما تبقى الكونكريت كورت كمان ما ينفعش ان انا مثلا اعمل الديهانات قبل ما اعمل المحارة الاسمنت تفاهمني؟ فبيكون عندنا نوع من انواع physical limitation انت ما تقدرش حتى ان انت تتجاوز وما تقدرش تلاقي له حل ده بنسميه hard logic او بنسميه physical limitation تمام؟ طيب عندنا discretionary dependency discretionary dependency يعني اعتماد ليس قلزاني يعني اعتماد اختياري اعتماد تفضيلي حضرتك من خلال خبرتك وصلت لان يفضل انك تعمل كده وصلت لان الحاجة دي انت ممكن ان انت ايه ما تعملهاش او تعملها بس انت يفضل انك تعملها are established based on knowledge of best practice يعني بناء على افضل الممارسات should be fully documented since they can create arbitrary total floats values and can limit later scheduling options ال total float هنعرفه كمان شوية اللي انا عايزك تعرفه دلوقتي ان الحاجة دي ممكن لما تزرق بتلجأ لانك تلغيها يعني انت كنت عامل ان مثلا البنتينج للوالز يبقى قبل الستيكينج بداع تايت اللي هو دهان الحوائط تمام بعد سوري دي هنا الحوائط قبل لزق البلاط تمام وبعدين لقيت فارغت مشغل workers مع بعض بتاع البنس و بتاع الطايلز وخليت اللي اتنين يتموا ايه امبرل العملية دي نسميها fast tracking fast tracking يعني ايه يعني بدل ما كان track ده بعد track ده track ده بقى مع track ده اوكي فبنعمل حاجة هنا اسمها fast tracking طيب عندنا كمان external dependency internal dependency external dependency اني بقى عندك حاجة جوة المشروع معتمدة على حاجة مش من المشروع وضربتلك اجزام بين المرة اللي فاتت وقلتلك ان ممكن يكون عندك activity اسمها انك بتعمل الرصيف بتاع المبنى الرصيف حوالين المبنى ولكن انت مدرش تعمله لما مجلس المدينة او البلدية المنسبلتي يعمل الطريق نفسه يرسف الطريق نفسه وبالتالي دي اسمها external dependency والانترنل dependency زي ما احنا قلنا من شوية اللي هي ممكن تبقى discretionary او mandatory طالما هي within the project طيب وتكلمنا كمان عن حاجة اسمها lead and lag lead and lag اللي هو انك بتبتدي تأكسلريت task قبل معدها احنا كنا task بتاعتنا اللي هي lay pipe كانت تتنفذ على طول بعد ديك ترنش بس انا عملت lead لlay pipe by minus seven days يعني قدمتها سبع اياما معدها خليت ال task دي ما تستناش لحد ما ديك ترنش تفينش وخليتها تستارت early بسبعة ايام تمام خليتها تستارت early by seven days طيب ال lag عكسه تماما انا هنا بأخر task عن موعد المفروض تبدأ فيه بشوية بيوم بيومين باين كانت المدة زي concrete pouring وframes removal concrete pouring وframes removal انا هنا بنتظر بعد concrete pouring يعني هو logically ان frames removal بتكون على طول بعد الايه ال concrete pouring ولكن انا لو شلت الفريمز بعد ما صبيت على طول الخرصانة هيحصل ان الخرصانة ممكن تبقى لسه ما نشفتشه وتتكسر او تريح زي ما بيقوله تمام? طيب. لكن انا عشان اعمل مجادة مزبوط فانا مسلا عارف ان مدة اللي هتبقى الخرصانة فيها صلبة هتبقى نشفى هي تلات ايام فهوم عامل هنا lag of three days lag of three days طيب لما نيجي نبص على ال precedence diagramming method اللي هي موجودة قدامنا دي ما هو الا ايه ما هو اللي بتوصل حضرتك طيب اياء ببعضها ببعضها ق обратان legal drive off a dependency relationship according with five distance relationship كان عندنا هنا start to start we finish to start plus 15 which means that this relationship is finished to start relation with a lag of 15 days okay and here for H and I there is a start-to-start relationship with a delay of ten days and here J and L L and J finish to finish without any delay or lag. بيتكلم في فكرة ان فيه دايما اللي بيكون في الاول ده بنسميه ولي بيجي بعد كده اللي بيجي في الاول ولي بيجي بعد كده ايه تمام? وتكلمنا كمان ان احنا كان عندنا هنا تايبل وانزين من خلال التايبل ده نرسم نتورك دايجرامي نرسم نتورك دايجرامي. مرة فاتت ديتكم فرصة والمفروض ان احنا طبعا نشوفنا كمان الرسم بتاعه بس خلينا نعيدك بشكل سريع ايه هو المفروض? احنا قلنا ان احنا بنستارت البروجيكت وبنفيش البروجيكت. في مجموعة من الاكتاباتيز. في مجموعة من الاكتاباتيز. كل اكتاباتي هنا لها ديوريشن. كل اكتاباتي ليها ديوريشن. وانا هنا بقول لك ايه مين بتاع الاكتاباتي دي? واحنا قلنا من شوية وحيلا للسايدين ان البيد اساسر ده هو التاسك السابقة او الاكتفتي السابقة للأكتفتي اللي بنتكلم عليها which means that in activity a predecessor بتاحها الستار اذن a هتيجي بعد الستار b predecessor بتاحها a وبالتالي b هتيجي بعد ال a we see a predecessor بتاحها two activities b and d اذن c هتيجي بعد b and d وعندي هنا d el predecessor بتاحها a start يبقى اذن d هتبقى start immediately when the project starts and e el predecessor بتاحها d and f el predecessor بتاحها e we finish el predecessor بتاح c and f which means that ان ال project هيخلص اول ما c and f يخلص تعالوا نشوف شكل ال network diagramming اللي احنا عملناه هادي start واأي finish هادي start واأي a finish طيب احنا كان عندنا a with the starting على طول بعد ال start and the predecessor بتاحهم start which means when whenever the project starts a and d will start okay two days وهنا six days d duration اللي كانت موجودة جانب كل activity طيب ال b كان ال predecessor بتاحها a و c كان ال predecessor بتاحها b و d بالشكل ده وبعدين e كان ال predecessor بتاحها d و f كان ال predecessor بتاحها e وال finish كان ال predecessor بتاحها c و f واحنا هنا حطينا duration على كل activity موجودة عندنا طيب تعالوا نفهم بالكلام كده البسيط العادي الشكل اللي قدامنا ده معناه معناه ان انا بقول كده ببساطة اول ما اشوف الشكل ده هقول والله اي اول ما المشروع ده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم فيه الاكتيفتي اي واكتيفتي دي هيبدأوا مع بعض عالتوازي تمام وبعد يومين بالزبط وبعد يومين بالزبط اكتيفتي بي هتبدأ بينما اكتيفتي دي لسه شغالة بينما اكتيفتي دي لسه شغالة طيب وبعدين وبعد ست ايام اكتيفتي دي هتخلص وبعدين تبدأ اكتيفتي اي طينا اكتيفتي بي لسه شغالة تمام طيب ويل ان اكتيفتي اي خلصت وبي شغالة دي خلصت وي اشتغلت طيب بي استيل شغالة بس اي خلصت فه هتبدأ طيب وسي كانت منتظرة اصلا دي عشان تبدأ وبالتالي سوري سي كانت دي خلصانة بس هي كانت منتظرة بي عشان تبدأ وبالتالي اول ما بيها تخلص سي اي هتشتغل لان اصلا دي خلصانة ولما سي تشتغل بعد خمسة ايام هتلاقي ان دي كانت اصلا خلصانة ومنتظرها لا مش خلصانة ومنتظرها احنا عندنا هنا كم عندنا هنا ادي كم يوم ادي 14 2019 وهنا 13n 16 لا فعل فاتف ديبقى خلصانة ومنتظرها سي اول ما تخلص اول ما سي تخلص ها نقول بسرعة اول ما يبدأ اي ودي هيبدأ او ان Kont headed وبعد يومين بالزبط بي هتبدأ. وبعد ست ايام دي هتخلص. ولكن سي مش هتقدر تبدأ لانها منتظرة مين بي. لكن اي هتقدر تبدأ لان دي فنج. اوكي? طيب قبل ما اي تخلص هتكون بي خلصت. اول ما بي تخلص هتسي هتكون ايه? بدأت. اوكي? وبعدها بيوم بالزبط هتكون ايه خلصت وبالتالي اف هتكون بدأت. اف هتخلص قبل ما سي تخلص لان اف تلات ايام وسي خمس ايام. وبالتالي المشروع مش هيخلص اللي ما سي تخلص. كده احنا شفنا ببساطة ايه هي او المعنى للشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. قالوا نفهم حاجة بقى جديدة مهمة جدا اسمها والباكورد باس. وهنبتدي نتكلم عن شوية حاجات ارجوكم يدوني تركزكم على الاخر اللي جنبه اي حاجة عاملاله يبقى عنها او يقفل عليها بالقوضة ويركز معي جدا. تمام? احنا هنا هنتكلم عن بوكس هنحطها جوة هيبقى في بوكس هنا في اقصى اه او في اعلى اليسار وبوكس في اعلى اليمين تمام? بوكس في اعلى اليسار وبوكس في اعلى اليمين. البوكس اللي في اعلى اليسار ده هنخصصه الحاجة اسمها ايرلي ستار. هيبقى اسمه ايرلي ستار بوكس. والبوكس اللي في اعلى اليمين هنخصصه الحاجة اسمها ايرلي فنش و ايرلي فنش هيبقى اسمه ايرلي فنش بوكس. طيب ايه هو الايرلي ستار و ايه هو الايرلي فنش? الايرلي ستار انا بقول كده ببساطة باللغة البسيطة بتاعتنا. يوم ما التاسك تبدأ بدري هتبدأ في التوقيت ده. معناها يوم ما التاسك تخلص بدري هتخلص للتوقيت ده. طيب معلش هو انت تقصد ايه بدري دي? هو في عندنا بدري ومتأخر? اه هيبقى في عندنا بدري ومتأخر على مستوى التاسك. مش على مستوى المشروع. على مستوى الاكتيفتي. مش على مستوى المشروع. انا هنا بكلمك على بتاع الاكتيفتي. الاكتيفتي نفسها ممكن تبدأ بدري وتبدأ متأخر. ده مالوش علاقة بان المشروع كله يتأخر. هنفهم دلوقتي كل التفاصيل. طيب. فاحنا لما نيجي نقول كده هنحط دلوقتي الفورورد باس او سوري مش الفورد باس هنحط البوكس عندنا وعايزين نبتدي نحط فيهم النمبرز اللي المفروض تكون موجودة فيه. فحطينا البوكس وبدأنا نقول الستارت دايما يا جماعة مالهاش ديوريشان اللي هنا هو اللي هنا. وبما انها ستارت فاللي هنا هيبقى زيره. يعني ما فيش يعني دي مالهاش يوم يعني انا بميجي اقول لك المشروع هيبدأ في اليوم الاول. اليوم الاول هيبقى هنا اصلا في بتاع ايه? لكن نفسها مالهاش ديوريشان. طيب. هنا بتاعها زيرو. لانها زيرو وبتقوم على طول نقلة زيرو ده للبوكسين اللي هي متوصلة بيهم. وبتقوم نقلة زيرو ده للبوكسين اللي هي متوصلة بيهم هنا. تمام? طيب. فبقى المعنى لللي مكتوب ده ايه? بقى المعنى ان ايه? هتبدأ عند لحظة بدء المشروع لحظة سفر. لحظة بدء المشروع اللي هي اللحظة سفر. ودي زي سيم. هتبدأ عند لحظة بدء المشروع اللي هي اللحظة سفر. تمام? طيب. وبعدين ايه يوم ما تخلص بدري? ايه اكتر بدري ممكن تعملو? ايه اكتر حاجة ممكن تعملها? تمام? ان هي تخلص في معادها. ان هي تخلص في ايه? في معادها. ان هيبقى بتاعها هو زيرو يديني ايه? نفس الكلام هنا. بتاعي دي هيبقى يديني ايه? سيكس. تعالوا ناخد اجزامل. احنا كان عندنا الايه? الديجرام ده? لسه متكلمين فيه من شوية. فعندنا هنا وعندنا وعندنا زي ما هي وعندنا كمان بس مش حطين الايرلي ستارت ولا الايرلي فنش. اقالوا كده مع بعض بقى نطبق الايرلي ستارت والايرلي فنش. طبعا احنا لو كنا دلوقتي في انتاق كان زمان نا بنتفاعل قويس جدا وبسمع منكم وبكتبوا الدنيا دي كلها. بس انا لو فتحت التفاعل الموضوع هيبقى صعب جدا يعني. بسمحوني يعني هو جوزء ده ما بتشرحش غير بالتفاعل ايه. ولكن احنا تمانية وتسعين دلوقتي اريدي اه اكتف على وبالتالي انا لو فتحت التفاعل سويا كمايك او كشات انا ما عارفش ريسبوندو الوقت هايدي. فخلينا نبقى مع بعض معلش اللي فتح الكاميرا يريد يقفلها بس. تمام? خلينا نبقى مع بعض. آآ نجرب كده ونبتدي نشتغل. اول حاجة انا هسألكم وانتو ايه? جاوبوا مع نفسكم سواء هتكتبوا في ورق او يعني هتعملوا اي حاجة? اوكي? طيب. اول حاجة هيبقى عندي هننزل لها هنا ايه? هتبقى بتاحها زيرو. او عملناش حاجة. زيرو وزيرو. ونيجي بعد كده هننقل الزيرو دوت لهنا وهنقله الفين? لهنا كمان. او خلينا نمشي الباف ده وبعدين نشوف اللي تحت. اللي هنعمله دلوقتي. اللي هنعمله ان احنا هنقول نجيب من اين بتاعة ان احنا هنجمع يدينا اللي هي اللي احنا لسه اصلا جايبينها من شوي. طيب. الزيرو التاني اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليه هنا اللي هو هتنقل على طول من هنا الهنا. هنجيب هنا قلنا طب عايزين نجيب اللي هو موجود هنا. هيبقى ايه? هيبقى هنا سكس. هلو نكمل? هنا بقى نبقى موجود ايه? بقعل بي والايرلي بتاع بي. هي هو هو اللي قبلها. اللي هو مين? التو. اللي هو مين هنا في الحالة دي? التو. اهو. طيب. هيبقى اللي هنا. اللي هنا يدينا ايه? اللي هنا. يعني يدينا ايه? يدينا ايه? يدينا الاربعقاشر. تمام? طيب. دلوقتي احنا في موقف صعب شوي. السي. السي كده يبقى الارلي ستارت بتاعها ايه? لان السي عندها من البي والدي. البي والدي بتكونفرج على السي. ده طرى الارلي ستارت هيبقى اربعتاشر ولا ستة? انا بسألكم. طبعا مش عايز اجابات بس فكروا. مش عايز اجابات دلوقتي انا مش عايز مشاركة بس فكروا. انا مش عايز مشاركة بس فكروا. طيب. اكيد في ناس قالت اربعتاشر واكيد في ناس قالت ستة. اكيد يعني. تعالوا نمشي نشوف ايه الصح. هل سي هتقدر تبدأ في اليوم السابق? يعني لو افترضنا. ان تي دي خلصت في اليوم السادس. على اخر اليوم السادس. هل سي هتقدر تبدأ في اليوم السابق? لا سؤالي. عاود افكر مع نفسي. اقول ازاي? ازا كانت سي معتمدة على بي ودي. ازاي هتقدر تبدأ في اليوم السابع وهي مقدرش تبدأ اللي ما بيه تخلص. طب بيه هتخلص امتى? بيه هتخلص في اليوم الاربعتاشر. طيب ازا سي مضطرة تنتظر لحد اليوم الاربعتاشر. عشان تبدأ. وبالتالي لما اجي اقول ايه اللي هيبقى موجودة عندي هنا? هيبقى موجودة عندي الاكبر في الاتنين اللي بيكونفرج على السي. الاكبر من الاتنين اللي بتكونفرج على السي. تمام? اللي هي الاربعتاشر. تاني? تاني. احنا هنا عندنا سيتيواشن بنسأل في نفسنا. يا ترى انت قلتلنا ان احنا دايما بناخد الارلي فنش نحطه الارلي ستارت للي بعده. طب احنا دلوقتي عندنا تو ارلي فنش. التو ارلي فنشز اللي عندنا واحد منهم سيكس والتاني فورتين. which one should be place here. فورتين or six. فانا فكرت مع نفسي قلته هو يا فعسي تبدأ في اليوم السابق بعد انتهاء الدي. لأ. لازم سي تنتظر انتهاء البي. طب البي هتخلص انت في اليوم الاربعتاشر. ازن الدي هتخلص والسي هتقعد منتظرة. ثمانة ايام بعد انتهاء الدي. وبعدين تيجي في اليوم الاربعتاشر وتبدأ. تمام تيجي في اليوم الاربعتاشر وتبدأ. طب يا طارى بقى الارلي فنش بتاع السي هيبقى في الحالة دي ايه? عندي هنا اربعتاشر عندي خمسة. يا طارى اجمع الاتنين دول ولا اعمل ايه? اه اجمع الاتنين دول. اربعتاشر بلاس خمسة خلاص. الموضوع بقى منتهي. طالما بدأت هي ملهج دعوة اللي كان قبلها خلاص. طالما بدأت الموضوع انتهى. اربعتاشر خلاص خمسة يبدينا الستعتاشر. طيب. حيزين دلوقتي نعرف ايه اللي هيبقى هنا برضو. موضوع لغبط. هل هيبقى هنا اربعتاشر ولا هيبقى هنا ستة? يعني هل هنا هيبقى اربعتاشر ولا ستة? طيب. السؤال اللي انا هسأله لنفسي هي ايه معتمد على بي? لأ. ايه معتمد على مين? على دي. فايه هتبدأ بمجرد ما دي تخلص. ملهج دعوة باي حاجة تاني. وبالتالي الارلي ستارت بتاع الاي هيكون سكس. زي الارلي فنش بتاع دي. طيب. وبالتالي الارلي فنش بتاع الاي هيبقى سكس بلاس سيفن هيبقى ثيرتين. تمام? طيب. الارلي ستارت بتاع الايه هتبقى ايه? هتبقى هي هي الارلي فنش بتاع اللي قبلها اللي هو الثيرتين. اهو. طيب. الارلي فنش بتاع الايه هيكون ايه? هيكون ثيرتي بلاس ثري هيبقى سيكستين. عندي هنا برضو سؤال صعب شوية. يا طرق. المشروع هيفنش. عند انه يوم? ستاشر ولا تسعتاشر? هو انا بالمنطق كده لو انا المشروع مش هيخلص لما سي و دي سي و اف يخلصوا. ينفع لما اف تخلص اقول المشروع خلص? انا مش هقدر اقول من المشروع خلص? لما اخر تاسكة تخلص. واخر تاسكة هتخلص في اليوم التسعتاشر. واخر تاسكة هتخلص فين? في اليوم التسعتاشر. وبالتالي وبالتالي يبقى المفروض لما اجي اكتب هنا اكتب ايه? اكتب تسعتاشر. طب ولما اجي اكتب هنا اكتب ايه? الفنش زيها زي الستارت زيرو ديوريشن. وبالتالي الارلي فنش هو هو الارلي استارت. فيهم نحر? المواضيع واضحة. اظن يعني انا فصصت التفسيص للي ممكن يعني يكون الموضوع بقى سهل كده جدا. خلاص? طيب. سهولي عشان لسه عالي تاني. ليس? هنبتدي نعمل حاجة عكسية شميل. اسمها الباكورد باس. الباكورد باس هو عكس الفورورد باس. بدل ما كنت بمشي من الستارت للفنش. همشي من الفنش للستارت. بدل ما كنت بمشي من الستارت للفنش. همشي من الفنش للستارت. طيب. ايه بقى? اعمل ايه يعني? انت عايز نعملي دي شدتي. هقولك تعمل ايه? بقى جي بقول ببساطة الجماعة البوكسات اللي كانت فوق دي. دي بتاعة الارلي. انا ماليش دعوة. دي بتاعة الارلي وده موضوعهم خلص بنعمل دايما في الفورورد باس الارلي بوكسس. لكن لما بنجي نعمل في الباكورد باس بنعمل الليت بوكسس. الليت بوكسس بتبقى تحت. اعلى. سوري اسفل اليمين واسفل اليسار. الارلي بوكسس كانت اعلى اليمين واعلى اليسار. الليت بوكسس بتبقى او ده early start وده early finish بنسمي ده late start وده late finish. ده late start وده يا جماعة late finish. طيب. هنبتدي نعمل نفس الكلام. بنمشي من هنا الى هنا. طيب. لما نيجي نمشي من هنا ناخد الاول هنبدأ كده من الاخر للاول. فعايزين نحط حاجة هنا هنحط التسعتاشر دي جبناها منين اصلا? جبناها من هنا. خدنا early finish ده وحطناه فين هنا. طيب. تسعتاشر دي احنا عارفين ان finish zero duration فبنترح بقى بعد ما كنا نجمع بنترح. تسعتاشر minus zero يدينا ايه? تسعتاشر. طيب. عايزين نبتدي نحط اللي في البوكس دي واللي في البوكس دي. فاحنا هنا بنقول وبنسأل سؤال. يوم التسكي دي تخلص متأخر? تخلص امتى? ايه اللي? فبال late finish و late start معناها كده. يوم التسكي دي تبدأ متأخر? تبدأ امتى? ويوم ما تخلص متأخر تخلص امتى? طيب. فهنقول يوم ما التسكي دي تخلص متأخر هتخلص في اليوم التسعتاشر لان ما فيش متأخر اكتر من كده. طيب وبالتالي يوم ما تبدأ متأخر هتبدأ امتى? هتبدأ في تسعتاشر ميمس خمسة يدينا اربعتاشر لان برضو ما فيش متأخر اكتر من كده. فبنجي للتسكي اف. يوم ما التسكي اف تخلص متأخر. ممكن تخلص امتى? هي اولا كانت بتخلص لما كانت بتخلص بدليه كانت بتخلص عند اليوم الستاشر. بس المشروع قعد تسعتاشر يوم. ازا التسكي دي ممكن تدلع وتتأخر وتتمايل ويعني يحصل فيها تراخي لحد اليوم الايه? التسعتاشر. فيبقى يوم ما تخلص بدري تخلص في اليوم الستاشر لكن يوم ما تخلص متأخر تخلص في اليوم التسعتاشر. تمام? جبنا تسعتاشر دي منين? جبناها من هنا. بتاع البوكس ده هو هو بتاع البوكس اللي بعده. هو هو بتاع البوكس اللي بعده. طيب عايزين نعرف بتاع البوكس ده? فبنقول تسعتاشر مينس تلاتة يدينا ايه? ستاشر. طب ده معناه ايه? معناه ان اف يوم ما تبدأ متأخر هتبدأ في اليوم الستاشر بدلا من اليوم التلاتاشر. ويوم ما تخلص متأخر هتخلص في اليوم التسعتاشر بدلا من اليوم الستاشر. معلش? انا عارف الموضوع في نوع من انواع كده التشابك والتصعيد والدنيا دي بس انا يقدينا بنشرح بالراحة وخليكم رجزين. كعالوا بقى نعمل نفس اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت بس ايه من فينش تو ستار. هنيجي نقول المفروض نحط هنا اول حاجة اول حاجة دي بنجيبها منين من هنا اهو. تمام? طيب. بتاع الفنش بيبقى هو هو الليت فنش بتاعها لان الفنش زينو دويش بالشكل ده. طيب هنبتدي نشوف هنحط ايه هنا هنحط ايه هنا هنحط ايه هنا وان ايه هنحط هنا هنشوف كده هنحط ايه هنا تمام? اهي سعتاشر وستاشر. اللي قبلها هتبقى برضو ستاشر وستاشر نقل السبعة كان ستاشر نقل السبعة تسعة. اوكي? طيب تعالوا نمشي فوق. ستاشر هتبقى هي هي ايه? ستاشر. ستاشر نقل خمسة كان اربعتاشر. جينا تحطينا في موقف برضو صاحب. احنا دلوقتي انت قلت لنا ان الليت بتبقى هي هي الليت سوري الليت فنش بتبقى هي هي الليت بتاعت اللي قبلها. صح? طب احنا عندنا دلوقتي اتنين ليت ناخد انهي فيهم. عالوا نفكر مع بعض. عالوا نفكر مع بعض. هي دي يوم ما تخلص متأخر. هتخلص في اليوم الايه? يعني دي يوم ما تحب تتدلع ويوم ما تحب تتأخر. اخرها تخلص امتى? هل ينفع تخلص في اليوم اللي اربعتاشر? نا ما تعرفش. تمام? لانها ما عندهاش الحرية دي. لانها لسه وراها تاني تسكتين واحدة بسبعة ايام واحدة بتلت ايام. لو هي قعدت لها اربعتاشر يوم هتخلي المشروع يقعد اربعة وعشرين يوم بدل تسعة اربعتاشر يوم. يبقى انا المفروض اخد ايه? اخد الاقل. تمام? اخد الاقل في الاتنين دول. اخد التسعة. وده حقيقي. لان التسك دي والبرانش ده كله اخره في الدلع واخره في الحركة واخره في التأخير. تلات ايام. اللي هما الفرق مبين. اللي هما الفرق دول. تلات ايام دول. هما ده اخر الدلع عام. وبالتالي انا يوم دي تخلص متأخر. هتخلص في اليوم التاسع. ولو خلصت في اليوم التاسع يبقى هي كانت بدأت اصلا امتى? بدأت في اليوم تسعة نقص تلاتة نقص ستة يدينا كانت تلاتة. يبقى بدأت في اليوم التالي. طيب دعالوا نكمل هنا. تقرأ بتاعة بتاعة البي. بتاعة البي. بتبقى ايه? احنا برضو قلنا ان بتبقى هي اللي قبلها. طيب ما احنا عندنا هنا اه اتنين. لا ما عندكش اتنين. بي مع سي مش مع اي حاجة تانية. وبالتالي هيخد الاربعتاشر دي زي ما هي من هنا احطها فين? احطها هنا. وعشان اعرف اول اربعتاشر مينس اتناشر يبقى كام? تمام? طيب. واخد الاتنين دي زي ما هي احطها فين? هنا. وبعدين اقول اتنين باينس اتنين يبقى ايه? زي. اتزنقت تاني. انا اتزنقت تاني دلوقت. بقت عايز احط. هنا الليت فنش والليت ستار. طب الليت فنش انا بقى بص فين? ابص على الزيرو ولا ابص على الثلاثة. ها فكروا معي. ابص على الزيرو ولا بص على الثلاثة. طب خلينا نمشي مع الثلاثة. لو قلنا ناخد الثلاثة دي نحطها هنا حطها هنا. ازن المشروع هيبدأ في اليوم التالت? طب. المشروع الطالبة ما ما بدا typingش اصلا. مفيش يوم ثالت. يعني هو المشروع بيبدأ في اليوم اللي بيبدأ فيه. يعني مفيش حاجة اسمها المشروع كان اول مبارح بس بدأ النهاردة. يعني مفيش كده. يعني ايك حاجة. الحاجة تانية. فهو فعلا لو تأخر تلتة ايام يعني هبدأت المشروع تأخر التريبتيام? ايه لا هيحصل? وهيقفكت البرانش ده كله? وهيخلي بدل معهمة تسعتاشر يوم. دول هيبقوا اتنين وعشرين يوم. وبالتالي انا باخد برضو الايه? اخد اصغر واحد فيه. هيبقى بالشكل. ده. اتمنى ان يكون الجزء ده واضح بالنسبة لكم لان هو جزء مهم وجزء يعني اللي بيفهمه بيحس ان هو بدأ يركب ادارة المشروعات. بدأ يبقى فهم الدنيا كويس. واللي فهمه بيحس اقول لك ان ده من اصعب الاجزاء عندنا في ادارة المشروعات. مع شوية حاجات كده في وشوية حاجات في بس يعني بس. بقيت ادارة المشروعات كلها صعبة ما تقلقش هي. كماما. الكريتيكال باث ميسل. الكريتيكال باث ميسل. ايه الكريتيكال باث ميسل? قالك ايه? قالك هو المصار صاحب الزمن الاطول في المشروع. المشروع بيه اكتر من مصار? طبعا. على سبيل المثال. انا عندي هنا في المصار بتاع اي بي. وفي دي بي. وفي دي اي. دول تلات تلات مصارات. تري باسس. اوكي? طيب. فانا عندي اي بي. وعندي دي بي. وعندي اي. طب ايه هو المصار? المصار هو ان دي يبقى في عندك طرق مختلفة او مسارات مختلفة تقدر تمشي او تبدأ انك تمشي من الستارت الحد الاند من خلالها. تمشي من الستارت الحد الاند من خلالها. تمام? وبالتالي اطول المصارات هو بيبقى الكريتيكال باث وهو بيبقى البروجيكت ديوريشن. اطول المصارات بيكون هو الكريتيكال باث وبيكون هو البروجيكت ديوريشن. طب هو ليه انا بقول عليه اصلا كريتيكال باث? اولا هو اطول المصارات وبالتالي بقى هو زمن المشروع. وبالتالي هو كريتيكال عشان لو اي ديوريشن سوري لو اي اكتيفتي او تاسك حصل فيها تأخير من اللي موجودة على الكريتيكال باث هتسبب ايه? هتسبب ان كل البروجيكت يتأخر. لاننا لسا ايه لك من شوية ان المصاري الاطول بيكون هو المجموع بتاع المجموع بتاعت بتاعت بتاعته بتكون هي بتاعت المشروع كله. يعني انا لو عندي هنا مثلا ايه تو دايز وبي تري دايز ودي فايف دايز ويه وان داي. اوكي? فانا بايت عارف ان هنا فايف وهنا تويب اذا دول اكبر دول اطول المصار ازا بتاعت البروجيكت هي عبارة عن خمسة زائد اثنين بقى سبعة. لو جيت بي دي حصل فيها اي تأخير لسبب ما عطل لحد غاب اي حاجة بقت تلات ايام بدل يومين. طيب خلص كده المشروع بقى ثمان ايام مش سبعة ايام. يعني مباشرة. انا والله يا جماعة بحيقول ان انا يعني استخدم حاجات تفهمها كل الثقافات واللهجات العربية على قد مقدر يعني. بس انا غصبا عني طبعا اللهجة غلبة علي. فارجن يعني اللي ما يخامش حاجة يسأل سواء بعد المحاضرة او يسأل حد من الزمله او الكلام ده اقول. ونبهوني يعني اللفظ ده غريب ما نعرفوش او حاجة ما حكذا. طيب اه فده طيب تعالوا نشوف حاجة اسمها الفلوت. هي عندنا في حاجة اسمها فري فلوت. وحاجة اسمها توتل فلوت. حاجة اسمها فري فلوت. وحاجة اسمها توتل فلوت. الفري فلوت هو التأخير اللي ممكن تتأخره الاكتيفتي بدون ما تأثر على الايرلي ستارت بتاع الاكتيفتي اللي بعدها. ركز كده مع بعض. التأخير اللي ممكن تتأخره اكتيفتي اي بدون ما تؤثر على الايرلي ستارت بتاع اكتيفتي بي اللي بعدها. خلال? طيب عشان نفهم نروح قايلين التوتل فلوت وبعدين نرجع نشوف اجزامبل عليها. التوتل فلوت ده على الجنب الاخر هو التأخير اللي ممكن تتأخره الاكتيفتي بدون ما تأثر على التوتل بروجيكت ديوريشن او على البروجيكت كومبيليشن ديت. ثاني هو التأخير اللي تتأخره او اللي تقدر تتأخره الاكتيفتي بدون ما تؤثر على البروجيكت كومبيليشن ديت او التوتل بروجيكت ديوريشن. كمان? التوتل فلوت ممكن يتقال عليه ويتقال عليه لما اجي اقول لك بس يبقى بقصد يعني لو قلت لك طلعلي الفلوت اللي هنا يبقى انا بقصد بقصد ولما هقصد التاني هقول وبالتالي لما تيجي لوحدها الاعرف ان هي المقصد طيب عشان برضو نقدر نحول الموضوع يعني انا دلوقتي بناخده اهو كالفاظ هناخده وكمان هناخد عالية عشان نفهم. طيب. لما نيجي ناخد بتاعة تتبقى ببساطة. اللي هو يعني بنترح من الاكتيفتي اللي جاية. بنترح منه ايه? بنترح منه بتاعة الاكتيفتي اللي احنا واقفين عليها دلوقتي. نعتبر ان احنا عندنا هنا واكتيفتي هنا. تمام? اهو اكتيفتي هنا واكتيفتي هنا. دي كده الايه الكورنت ودي الناكست. اوكي? دي الكورنت ودي الناكست. تمام? فباخد الناكست اللي باخد بتاع دي. اقول ماينس بتاع دي. اوكي? يعني تاني نقول كده. early start of b minus early finish of a. على اعتبار طبعا اني بي بعد ايه. تمام? طيب. على الجانب الاخر. اللي هو total float بقى. المعادلة بتاعتها. late start date minus early start date. بيبقى within الاكتيفتي نفسها. يعني ما باخدش اكتيفتي مع اكتيفتي. لأ هي نفس الاكتيفتي. ببص فوق وببص تحت. ببص تحت. الاقي خمسة. ببص فوق. الاقي تلاتة. ازا total float اتنين. اللي هو خمسة ماينس تلاتة. كمام? انا في الحالة الاولى كنت ببص على early start وال early finish واترحهم من بعض. هنا ببص على late start وال early start. الاتنين start مع بعض او الاتنين late مع بعض. سوري او الاتنين finish مع بعض. الاتنين start مع بعض. في نفس الاكتيفتي او الاتنين finish مع بعض في نفس الاكتيفتي. وعشان نبعارفين ال critical path ما بيكونش ابدا عليه total float. total float على critical path دايما زيرو. دايما ايه? زيرو. ليه? لانه critical path هيبقى في float ازاي اصلا? كمان? طيب. دعالوا ناخد example. ايه يا سي دي الفري float وال total float بتوع C وD وE وF. C وD وE وF. طيب نبدئيا كده C. C اهيه. احنا عايزين نعرف الفري float. هلو نمسك الفري float. الفري float قلنا ايه? ال اه airborne authority finish مع 1970 دي. يدينا ايه? زيرو. يبقى ازلا الفري float هنا ايه? زيرو. طيب ندخل على d. تمام? دي نبص على ال early finish وال early start ستة مينس ستة يدينا ايه زيرو ابنبص على ال E ال E هنا نبص على ايه كمان نبص على اهو ادي ال E اهي و ادي ال F معها ال early start بتاع ال F مينس ال early finish بتاع ال E يدينا ايه زيرو ابتعالنا نشوف ال F ال early start بتاعت الفينش مع ال early finish بتاعت ال F ساعتاشر مينس ستة يدينا كم? ثلاثة ازا الوحيدة اللي عندها هي ايه? F الوحيدة اللي عندها هي F طيب ناخد التوتال فلوت بتاع C وال D وال E وال F C وال D و E و F C هنا بنترح D من D او D من D طيب تسعتاشر مينس ساعتاشر زيرو يبقى سي كده total float زيرو ال D هنطرح D من D او D من D طيب فعلا تسعة مينس ستة تلاتة ازا هنا total float كام تلاتة تمام؟ طيب هنا برضو نفس الكلام ستاشر نقص تلاتاشر او تسعة نقص ستة تلاتة طيب هنا نفس الكلام ستاشر نقص ساعتاشر نقص ستاشر و ال F عندي هنا هيبقى برضو ايه الاجابات قدامنا هي برضو يا جماعة عشان الناس يشوف وتراجع المفروض ان انتم معاكم السماعي ايدي الماترية اللي يعني معاكم وعندكم بصوا على الاجابات اللي احنا يعني قبل البريك احنا كده خلصنا الجزء القبل البريك والمفروض هناخد دلوقتي بريك ونرجع الساعة ساعة وخمس دقائي تمام؟ انا عارف ان انتم ممكن يكون عندكم دلوقتي اسئلة كتيرة وعارف الكلام ده كله طيب بصوا هنعمل حاجة لطيفة ممكن ناخد خمس دقائق كده اسئلة ونخلي البريك يبقى من تسعة الى خمس دقائق الى حد تسعة وعشرة دقائق فهفتح لكم بس مجال اسئلة عشان لو في حد يعني الموضوع تعبوا ومعرفش يفعل لا اسئلة في الشات يا جماعة ويعني عن الجزء ده بس يعني ماشي عن الجزء ده بس انتم لو ما سألتوش خالص انا هبقى فرحان جدا على فكرة ليه? لانني هيبقى معناها ان انتم ما شاء الله كلكم فهمت وانا شرحت كويس اول المهندس محمد سعيد بيقول لي هندسة الفري فلوت للدي ماله الفري فلوت للدي سيكس ماينس سيكس بيدينا ايه? زيرو طب سواني بنراحة علي بس شوية جماعة بنراحة علي شوية عشان انا ايه? يعني سئلة كترة طيب نمتك حاجة حاجة اول حاجة المهندس محمد سعيد بيقول اه طيب ما احنا هنا كاتبين اهو ويل كونسيدر ايه? ويل كونسيدر. سوري. سوري يا جماعة الشيء تصلوا به ايه. بيطول وبيأسر وحاجة زي كده يعني. احنا كاتبين ويل كونسيدر ايه? ناط سي. تعالوا نلجع كده. دي فين دي. طيب ليه بنكونسيدر ايه ومش بنكونسيدر سي? يعني ليه مش بنكونسيدر? ليه بقى? لان اصلا اصلا سي هتبدأ في اليوم الاربعتاشر. وبالتالي ايه هتكون بدأت قبلها? فعمر ما السي هتتأثر بالديه. اللي هتتأثر بالديه هي الايه. فلا طبيعي ان انا هكونسيدر الايه مش هكونسيدر السيه. تمام? تمام يا شموندس? طيب انا يعني مع احاول اضبط الويندو بتاعت البان بتاعت الشات. اه. اه. المهندس محمد. خلص انا كده جاورتك. دكتور ابراهيم شكرا يا دكتور. اه. ما انا لسه ايلو هو يا لومارك. اه. ولسه رادد عن نوع تدية برضو. ايوها تسلم. المهندس محمد انا تسلم. كنسيدر لو مارك يس كنسيدر ايه نوت سي. وانا قلت ليه? ايا شكرا لك يا ايا. كله تمام وفهوم الحمد لله. ممتاز. حيطة بتاعت التوتال فلوت والفري فلوت ممكن قادة لها تاني كمعنى. حاضر. عسامة سعفان هعيدها حاضر. عاوزين رسم سي بي ام ستيب باي ستيب ما هو ستيب باي ستيب يا جماعة والله الوقت تمشي يا سعفنا. وانا يعني كنت مدي بكم اه كده ان انتم تعملوا الموضة المرة اللي فاتت. وصدقني انت لو حاولت ترسمه هتلاقيه ان شاء الله مشي ايدك فيه بس كده. ولو يقفت تعالك كده ابعث لي وقل لي يا بش مهندس انا وقفت الحالة دي مش عارف بنجيب دي من دي ازاي. وانا ساعات عمل. بس ارجوك. يعني لازم لقوا متفقين. ان انا مش مش بشربك. انا بحاول طبعا ان انا نديلك كتير بس. انا مش بشربك الحاجة مية في المية. انت لازم تبزل مجهود. وتبقى عندك او عندك وبعدين ساعتها تيجيت ايه? تقول لي عليها اقفل عليك. طيب مش بشربك دي ليها دي ليها طب بص يا بش مهندس هو دي تعريف انه هو التأخير اللي ممكن تتأخره بدون ما تأثر على اللي بعدها. طب هو مين اللي بعدها? اللي بعدها ايه? يا طارة لو دي اتأخرت مش هتأثر على الايه? لأ هتأثر. كمان? هتقول لي طب ما هو ممكن كلهم يتأثروا هقولك ما هو ده فعلا اللي هيحصل بس ساعتها هيبقى برضو تأثر. لان هو اللي موجود هنا فري مش فري فلوت توتال فلوت من بتاع المشروع كله. ولكن آآ توتال فلوت من بتاع المشروع كله اللي هو يعني ما هيأخرش المشروع كله ولكن مش فري فلوت. طيب. اي تاني. عشان طبعا مهانس محمد بيتكلم في حتة مهمة. الموضوع دوت يعني في نظريات وفي آآ مدارس. وتم الاتفاق ان احنا لما نيجي نهندل كده التاسك فبنقول دي تخلص في اليوم التاني. فازن دي بتبدأ في اليوم التاني. هما بيعتبروا ايه? بيعتبروا ان دي خلصت في السانية قبل الاخيرة من اليوم التاني. ودي بدأت في السانية الاخيرة من اليوم التاني. تمام? يعني النظرية اللي احنا وقدين بيها وماشيين بيها وبنحسب بيها هي كده. في النهاية هتلاقي ان حضرتك لو جيت تطبق اللي انت بتقوله اللي هو هتكتب مسلا مسلا يعني هنا كده آآ آآ دي خلصت في التاني فديجي هنا تكتب التالت فهتلاقي نفسك بتعمل ايه? هتلاقي تلاقي نفسك هنا بتكتب برضو هتحتاج تشيل من هيوه. يعني انت لو كتبت هنا تلاتة وجماعة اتناشر هتبقى هنا خمستاشر. يعني مش هو ده اللي هيبقى حاصل. اللي هيبقى حاصل انك بتخلص في اليوم الاربعتاشر. تمام? فانت نفسه انت بتهندله بالشكل. طيب اخر حاجة بس عشان آآ نبقى يعني ناخد بريك يا جماعة معلش. آآ طيب طيب زي الفل. طيب هعيد بس الحتة بتاعة الفري فلوت والتوتال فلوت في السريع كده. وتقريبا كده كله حتى المهندس عمر نطور مهندس بين انشطة بيكونوا واحد. سواني عشان في رسائل مش رسائل تتظهر لي مش هارف ليه. طبعا الانسرز دي كانت عندنا بتاعة اللي فات اللي هو الفري فلوت والتوتال فلوت. دلوقتي عندنا اجزامبل كده لطيف لزيز زي ما احنا شايفين قدامنا. وبنسأل what is the duration of the critical path based on figure H. based on figure H. انا هدىكم فرصة. كمام انكم تجاوبوا. طفن لسأ الله في حد يجاوب سريعا جدا يا. بديكم فرصة انكم تجاوبوا. انا مش هايزين اجابة في الشات معلش. مش هايزين اجابة في الشات. انا بس بديكم فرصة تفكروا. يعني انا ما ينفعش ان انا اظهر لك الاجابة مرة واحدة. انا بديك فرصة تفكر مع نفسك. عقد انت مع نفسك وعتبر ان انت معك اكيد لازم يكون معك وايد بابر ومعك بن وانت عاد بتكتب بتاخد نوتس حل حل السؤال انا مش عايز الاجابة محدش يبعاتي الاجابة يا جماعة محدش يبعاتي الاجابة فكروا ادي عندك وهي تاسكس واللي فوق التاسكس دي دوريشن بتاعتها وهدي الباصز فكروا which one is the critical path and what is the duration of the critical path طيب لو جينا بصينا كده يا جماعة عندنا اكتر من باث الباث اللي هو واي بي سي دي اي كي واي بي سي جي ايتش جي كي واي بي اي جي كي كدك عندنا كم باث عندنا اربع باثز which one is the critical path احنا قولنا ان critical path هو الباص صاحب اكبر دوريشن is the longest باص نو جينا بصينا عندنا الباص ده طويل والباص ده اطول منه ولكن الباص ده اقصر من اطول باص ونفس الكلام هنا وبالتالي الكريتكال باث هيكون اي بي سي جي ايج جي كي اللي هو عندنا كم اربعة اربعين مزبوط كمم ليه لقابة بي اربعة اربعين ده الكريتكال باث اللي هو اللونجست باث كمم؟ وهو هيبه البروجيك دوريشن بايداوية جماعة نحن خد example second based the network diagram in figure page the resource working on task G is replaced with another resource with 50% of the productivity of the previous resource. how long will this project take? how long will this project take? نفكر مع بعض كده. احنا بنقول ببساطة احنا هنيجي عند اله وهنحط resource تاني resource ده ممكن يبقى بني ادم او معدة. انتجيته نص انتجية اللي كان موجود. انتجيته نص انتجية اللي كان موجود. يعني اللي هي مدتها اربعة ايام جبنا الشخص اللي كان هيقوم بيها وبدلناها بشخص انتجيته النص. يا تارى ال البروجيكت ده هياخد قد ايه? اللي هيحصل ان احنا هندوبليكيت بتاع الاتش. لان اللي كان بيعمله القديم في اربعة ايام هيعمله جديد في تمانة ايام. which means and هتزيد بنقدر قد ايه? وهنا بنقول الجي والنгор سوري جي. انا هتلا compound ايه جيمش ايتش. geschafft. ايه جيمش ايتش اعتمل بسة لمصل بقابيجر ايتش والتاسك جي تاسك جي اللي هي تمانية هتوب pawns ميزيد تمانيةいうこと فотивانسس ciudadع اه اربعة واربعين. مصبوط. معلش يا جماعة للغبط. انا السؤال بيتكلم عن تاسك جي وليس تاسك ايتش. انا بس لغبطتني وخليتني قلت تاسك ايتش. لكن هي تاسك جي. تمام? وتاسك جي لما نيجي نبص عليها نلاقي ان هي بتتنفز في تمان ايام. لما نبدل اللي موجود في تاسك جي. ونحط بتاعته. نص اللي فاتي بازن هيبقى وهيبقى وبالتالي هتبقى بدل ما هي اربعة واربعين هتبقى اتنين وخمسين. تمام? طيب. عشان تتدربوا عالرسم. مطلوب من انكم ترسموا ده. تمام? من اللي عندي. وعندي هنا وعندي هنا. يبقى اهيه. وبعدين ايه البرسيدور بتاعها ستارت وبي البرسيدور بتاعها ستارت وسي البرسيدور بتاعها واحد. ودي البرسيدور بتاعها واحد واتنين. همام? طيب احنا هنا لأ احنا هنا عندنا تبديل اللي كنا نبدلها. سواني. مفروض نستبدل بتاعت دي. مفروض كنا هنا هنا دي المفروض تبقى برضو اه ايه ما كانها واحد بس هنا ده خطأ هصلاحه لكم ان شاء الله برضو في الماتيريا اللي هديها لكم. فيه للماتيريا اللي المفروض هيبقى متصلح فيه الحاجات ده هتمره اللي فاتت والمرة ده. الفكرة كلها نحنا واحد دي اللي هي ايه واتنين اللي هي بيه وهكذا هنسو عن. ايه المطلوب انه هو يتعمل؟ المطلوب نرسم النتورك ديجرام. مطلوب نكالكوليت اول of the passes in this نتورك ديجرام. what is the duration of the critical pass of this نتورك ديجرام. what is the float of task C? what is the float of task E? what is the float of task A? what is the slack of task G؟ دي الاسئلة اللي عندنا. عايز يعني اديكم كده ولو five minutes حاولوا تهلوها فيها. تمام? بعدين نرجع نشوف الحل مع بعضهم. يعني هناخد five minutes كده هما مش بريك يا جماعة وfive minutes للحل. تمام? بعدين نرجع نشوف الحل مع بعضهم. والناس اللي طبعا مزكرة او معها الماتيريال بلاش تبص على الحل. يعني نجرب تشغل دماغك وتشغل ايدك في الموضوع. احنا دلوقتي هي الساعة تسعة واحد وعشرين دقيقة. هنرجع تسعة ستة وعشرين دقيقة. مش هنرجع. انا مش هروح. انا موجود. تمام? يعني انا موجود. ولو بشكل استثنائي يا بشمون سحمد بس هنفتح بس التشات. اه لو حد هيسألني على حاجة. مش هلو حد هيجاوب حاجة. معكم فرصة يا جماعة خمس دقايق تحاولوا ترسموا الديجرام وتحلوا الاسئلة. طيب اه تعليقا بس المهندس محمد سعيد بيقول احنا استبدلنا بواحد اقل بالنص هو مش اقل في المدة هندسة او بقولك الانتاجية بتاعته اقل. يعني الراجل دوت لو انت جايب مسلا اه حد بتاع ديهنات كان بيخلص في اليوم عشرين متر هيخلص في اليوم عشر امتار. وبالتالي لو دي كانت كلها ميت متر بدلا ما هيخلصها في خمس ايام هيخلصها في عشر ايام. وبالتالي مش الموضوع مش هتقل للنص الديوريشن هتزيد للضعف. لان الانتاجية هي للنص. تمام? ده تعليقا بس لسؤال المهندس محمد سعيد. الديجرام اللي قدامنا. اللي طلعوا بالشكل ده اقول لك شاطر ايامية خهمت وطبقت. واللي ما طلعوش هقول لك يعني خليك معنا هتتعلم وتحاول تعالج النقط اللي كانت عندك فيها الجسور. وتقدر بازن الله تبسيمه. احنا الشكل اللي قدامنا دي اي و بي. وبعدين عندنا سي و دي و اي و اف و جي. تمام? دي اللي موجودة عندنا. تمام? طيب دي ما احنا شايفينه وحطينه هنا كده. طيب تمام؟ تمام يا جماعة تمام؟ 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 خلاص. طيب احنا كده رسمنا الديجرام. اول كويسشن عندنا كان ايه؟ احنا كده اول باس اي سي اف. وبعدين اي دي جي. وبعدين اي او سوري بي دي جي. وبعدين بي اي. ما نيجي نبص كاتنين زائد سبع زائد اتنين ادي احداشر. اتنين زائد تسعة زائد تمانية تسعة عشر. تلاتة زائد تسعة زائد تمانية عشرين. تلاتة زائد تلاتة ستة. طيب. من خلال بقى كمان داوات نتدي نخش على السؤال اللي كان بعده. هيبقى اطول الباص عندنا اللي هو يعتبر ب hueeg y. اللي هو مجموع مع بعضه عشرين وبالتالي دا الكريتغل قط وهو البد! ويقول ايه. What is the float of task C و E و A و E slack of G تمام؟ يعني احنا عايزين الفلوت بتاع C و E و A والسلاك بتاع G طب اختاني هو C E A G C E A G C A C E A G لمن اي نشوف تعريف الفلوت الفلوت ده اللي هو يا جمال اما قلت لك اقول لك فلوت بس يبقى انا اصد ايه تعريف الفلوت بيقول ايه بيقول هو التأخير تتأخره بدون ما تأثر على وانا بتاعته بتقول هو نقص 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 او نقص يبقى تسعة يبقى هنا الفلوت عندي هنا في الكيس دي تسعة تمام الفلوت عندي في الكيس دي تسعة طيب وعندنا كمان ايه نفس الكلام عشرين نقص ستة اربعتاشر وعندنا ايه تلاتة نقص اتنين واحد خلاص طبعا المفروض ان حضرتك تكون رسمت وعملت البوكسز كلها فاتل ايه اللي ستارت وال ايه اللي فينش الفلوت اللي هو منص بحمد يقول لي الحمد لله تلاف صح وفي غلطة عند الايه اللي هي ايه بقى خليقا نكونتينيو المفروض حضا عشر حداشر لي حداشر يا هندسة لي حداشر ليه لأ لأ خالص مش كده طيب تعال بس نكمل لما نشوف تعال نشوف الحتة اللي جيقول عليها المهندس دلوقتي احنا لما يكون عندنا يا جماعة ماشيين لما نيجي نمشي احنا عشان نجيب بتاع الايه محتاجين نمشي فلما نيجي نشوف هنلاقي ان الايه اللي هي السي والدي واحنا قلنا ان احنا بناخد الهيست ولا اللوست لما بنيجي نعمل باكورد باس انا عايز ااخد منكنتو الاجابات احنا بنعمل اللوست ولا هيست لما بنيجي ناخد بناخد اللوست في الباكورد باس بناخد اللوست مش بناخد الهيست. تمام? طيب مزبوط. المهندس محمد زيدان برضو بيقول لي الفلوت اللي هو طبعا الفلوت هو بس هو نوع من انواع برضو اللعبة بالالفاظ هنا. تمام? تمام. هاي. خلاص اه. فاحنا هنا خلاص زبطنا اللي بقولنا المفروض ان انتم تكونوا عملته والباكورد باس وعملته والايرلي ستارت والايرلي فينش والايرلي ستارت والايرلي فينش والايرلي فينش والكلام ده كله. خلاص? ودلوقتي بقى هنا بنتطلع آآ الفلوت. بتاع السي والاي والاي باقي بقى كمان اخر واحدة معلش انا كما بيتكلم عن الجي. صح كده? هو عايز يعرف بتاع الجي. اللي هو برضو التوتال فلوت ما احنا قلنا التوتال فلوت او الفلوت او سلاك. طيب المعادلة بتاعتوا بتقول ايه? بتقول يا اما الليت فينش ناقص الايرلي فينش يا اما الليت ستارت ناقص الايرلي ستارت. يبقى ايه? يبقى الاسلاك هنا على الجي ايه? بزيرو. كمان? فعلا. تعال نشوف الاجابات ايه. ماشي? دي كده يا جماعة اللي هو هو حداشر تسعتاشر عشرين ستة. ويه الكريتكال باس كام ماشي? طيب ويوزنج فلوت الله انا تسر شهور واربعتاشر شهر وشهر. وهنا ايه? يعني حتى كمان بعيدة عن الارقام دي مجرد ما تبقى تلاقي على مش هيكون فيها اي ايه? اي فلوت. واضح يا جماعة? معلش احنا انا انا يعني يا بشموندس احمد سامير انا بكسر قواعد شوية للمحاضرة دي لان المحاضرة دي ايه مع التفاعل. معلش احنا يعني مبتررين ان احنا يبقى في كده كل شوية يعني. آآ طيب في يا جماعة كده حاجة مش واضحة. تمام بشموندس. في حاجة كده مش واضحة. اللي مش فاهم يقول لي عشان يعني المسال ده هنكون بقى عطينا ضبه ومفتاح على كل اللي احنا اخدناه كده ونبتد ان ايه? ندخل في حاجات تانية. طيب كده ما فيش اسئلة فالحمد لله الامور واضحة لكل الناس فيعني ده شيء يسعدني ان في ميت واحد قاعدين فاهمين. ممتاز قوي. نجد خط بقى اللي احنا اخدناه ونقوم حابسين كده المعلومة. عشان ان شاء الله ما تروحش مننا. ونبتدي نفهم. طيب محمود ماهر بيقول الليت ستارت اوف ايه? واي وين. بقى بنرجع كده نشوف السؤال بتاوي. بص بص يا بشموندس احنا هنا بنعمل ايه? احنا ماشيين باكورد باس. لما بنجي نمشي باكورد باس بنعمل ايه? بنقوم وقدين نشوف ايه الاطل في في اللي بعدها. اللي هو الحداشر والتلاتة ونقوم نحطه هنا. تلاتة. طب تلاتة دي لما نترح منها بتاعت الاتنين يدينا هنا ايه? واحد. يعني كده معنى كده ان ممكن تبدأ متاخرة يوم عند بداية المشروع. تسك دي هتبدأ في اليوم الاول او في اللحزة سفر بينما تسك ايه هتبدأ في نهاية اليوم الاول او في بداية اليوم التانية. ده معنى الفلوت اللي موجودة عندنا. وانس ربيع يرد عليك او بيقول لك تمام? معلش يا جماعة يعني ايه? احنا ايه? عملنا بس بلاش نخليه ايه? اه يأثر علينا بشكل سلس. خلاص? اه نكمل. اه هندخل بقى في حاجة اسمها وهو انك تضغط الجدول الزمن. انت مدير مشروع وتزنقت وآآآ وآآ يعني فيه في تسليم فيه مش عارف مين حتى هيجي يسترم اي ان كان وحضرتك عايز تعمل للاسكادور. طب هتعمل ده ازاي? فيه دو تكنيكس. تكنيك اسمه وتكنيك اسمه فاست تراكين. فاست تراكينج هو انك تجيب اللي كانت بتايتها زي ما حكينا من شوية اللي هي اختيارية او او تفضيلية. وبدل ما كانوا هيحصلوا ورا بعض تخليهم يحصلوا مع بعض. بدل ما كانوا هيحصلوا ورا بعض هتخليهم يحصلوا ايه? مع بعض. ده في الفاست تراكين. طب في الكراشنج ايه بقى? في الكراشنج ان حضرتك بتبتدي تيجي تشوف ايه هي الريسورسز اللي ممكن لو ضاعفتها تخليك تخلص اسرع. فبتبتدي تمسك الريسورسز اللي عندك. على سبيل المثال مسلا لو انت جايب اتنين عمال بينقلو اه طوب او بينقلو رملة من لوكيشن للوكيشن. فانت لما عدت فكرت لقيت انك لو خليتهم اربع عمال بدل ما هيخلصوا في يومين هيخلصوا في يوم واليوم دوت هيعمل لك في كله. فانت والله ايه? عملت حاجة تمام. طبعا الكراشنج المفروض ان هو بيكون عشان يديك وإلا انك هتروح تعمل الكراشنج مش موجودة اصلا على فمش هتديك اي في الايه? في الديوريشن. تمام? طيب. تعالوا ان ايه? نشوف كده. عندنا قدي هو كأنه عندي اي بي سي دي. في مصار اي بي سي دي. والاحمر ده معناه ان هو والمصار التاني اي سي دي. طيب انا عندي اي وبي وسي ودي. النورمال ديوريشن بتاع كل واحدة منهم اربعة、 خمسة، سبعة، نوريشنج وتتعامل في يومين بدل اربع ايام. ودي هتتعمل في ستة ايام بدل خمس أيام. طيب. النورمال يعني التسك دي بوقتها الطبيعي كانت هتتكلف المبالغ دي ستة لاف دولار خمسة لاف دولار تمنتلاف دولار ستة لاف دولار طيب. ولكن لما هعمل لها الكراشينج الكراشينج كوست اللي هو التكلفة بتاعتها بعد الكراش هتبقى كما هو قدامنا تمنتلاف خمسة لاف سبعمائة وخمسين تمنتلاف خمسمية تمنتلاف وهكذا طيب. أنا دلوقتي محتاج احسب الكراشينج كوست بردي كراشينج كوست بردي هتبقى هي فرق التكلفة ما بين الكراش والنورمال مقسومة على عدد الايام اللي انا عملت لها سيفينج طيب في الحالة الاولانية انا كانت التسك دي بكلامل في اربعة ايام وانا هنفزها في يومين فانا عملت سيفينج ليومين. تمام? طيب. وانا كنت هنفزها بستة لاف لكن بعد الكراش بثمن تلاف. ازن الفرق هنا الفين دولار الفين دولار على اليومين يبقى تكلفة اليوم عندي تطلع كام الف دولار. نفس الكلام هنا هادي. كانت تنفز خمس ايام وبعدين بعد الكراش اربعة ايام والتكلفة قبل الكراش خمس تلاف وبعد الكراش خمس تلاف سبعمائة وخمسين. ازن الفرق سبعمائة وخمسين على عدد الايام اللي هو واحد يبقى تكلفة اليوم سبعمائة وخمسين. طيب. انا عندي هنا ده برضو سبعة ايام. هنعمل لها كراشينجة بست ايام. الكوست العادي ثمان تلاف ال500 هي الفرق على عدد الايام اللي هو اليوم يبقى هي ال500 هنا خمسة خمسة ايام والكراش ديوريشن اربعة ايام والنورمال كوست 6000 والكراش كوست 8000 الفرق ده 2000 2000 على العدد الايامي يبقى هو تكلفة اليوم 2000 انا بقى هنا المفروض لما اجي اعمل باختار التاسك الارخص من حيث تكلفة اليوم يعني انا النهاردة لما عايز يوم انا عايز اشتري يوم من الاخر انا بشتري يوم بشتري يومين بشتري تلات ايام تمام انا عايز اشتري مدة المدة دي اللي هو المشروع كان يخلص بعد امتين وتلاتين يوم فانا هعمل كراشنج عشان اشتري عشر تيام اشتري يوم من ابو كام اشتري يوم من اللي سعره كام اشتري ارخص يوم ممكن بس بشرط ان اليوم ده يبقى في مهمة وقع عالكريتيكال باث عشان فعلا استفيد بايام او اوفر ايام. تمام? طيب انا عندي هنا ادي اي بي سي دي. المفروض ان الاربعة سوري او اه طبعا يعني الاكتافتي اللي قدامنا او الاكتافتيز اللي قدامنا هنا احنا رسمين الكريتيكال باث احنا كلهم واقعين عندها الكريتيكال باث وبالتالي ما جاء اشتري اشوف ارخص يوم اليوم اللي عندي هنا هيبقى الايه? الخمسمائة. اليوم اللي عندي اللي هو بخمسمائة. تمام? بس طبعا لازم هو المهندس اهم مدرافة دول نطرح بس نشارف نطرح ايه? طيب. تمام? فاليوم الارخص عندها هيبقى خمسمائة وبعدين السبعمائة وكمسين بس خلي بالك ان انت النهاردة لو عايز عشر ايام ممكن يبقى التسكي دي اخير هتقدم لك يوم. فانت هتاخد يوم من ابو خمسمائة. وبعدين انت عايز يوم كمان. فهتخش على اليوم الارخص اللي بعده. اللي هو الاكسر ارتفاعا ولكن ارخص من الايه? اه من الارخص اخرين. هيبقى سبعمائة خمسين. وبعدين تاخد يوم من ابو تاخد يومين هنا من ابو الفيلم انت عملت لك اربعة ايام وهكذا. تمام? على ناخد بقى او عندنا التسكي زي ما تشايفين النورمال تايم اهو الكراش تايم اهو النورمال كوست اهو كراش كوست اهو. من فضلكم. حلو ده وبعتولي يا سيدي الاجابة في ميشي? اهو انا بقول لكي بعت في معنا دقيقة في الموضوع ده. ما ينفعش ياخد اكتر ميجي. مهندس حمار حليم بيقول ايه? يعني دس لزيادة اللي متعالها في ريسورسز. بعدها الموضوع بيقلب. انسي انه بيقتل المدة بلد تقصيرها. لأ ما فهمتش. المهندس حمار حليم ما فهمتش سؤالك معلش. طيب. يعني انا مش هينفع اقول مين صح ومين غلط معنا بصراحة الحاجات البيت الكتير قوي فمش هقدر ارد على كله. طب خلينا نشوف يا جماعة. خلينا نوقف بس كده الرسائل في الشات معلش. طيب. عندنا دلوقتي اهو. بالبساطة شديدة جدا. عندنا هنا سيفنج الفين اه دولار. وهنا يومين. الفين على يومين دولار. وعندنا هنا سيفنج يوم. وادي الفرق ايه خمسمية. يبقى اليوم هنا واقف عليها بخمسمية. وعندنا هنا سيفنج اه تلات ايام والفرق ستلافي يبقى اليوم بألفين. وعندنا هنا سيفنج اه يومين والفرق تمنمية يبقى اليوم وقف بربعمية لحد الوقت دي اقل حاجة. وعندنا اه فرق هنا يوم والفرق الف وخمسمية. طيب ممكن الناس تقول الاس. الاس على اعتبار انه اليوم وقف معهم بربعمية. بس هو الاس هنا مش على فاقل سعر يوم موجود في على هو في الكيو. اللي هو هنا عملت اليوم واحد بخمسميت دولار. الاجابة هتكون اللي هي ايه? خلاص? يعني حتى اللي غلط او اي حاجة يبقى عارف الغلط ايه والصح ايه? والكلام ده. تمام? طيب. كده الجزء ده خلص. احنا هنكمل ان شاء الله بازن الله هنخلص النهاردة. ونبقى كده خلصنا وخلصنا 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 ومرة جاية ناخد وبعد ندخل على وندخل على وندخل على وندخل على ونشاء الله الدنيا تبقى ماشية زي الفل بعد كده. طيب تعالوا نبص كده على البروسيز اللي عندي. تمام? احنا هنا عندنا اه خمسة منهم في البرانينج ووحدة في المونتوري اند كنترول. واحدة في المونتور اند كنترول. الصوت في مشكلة اللي حاجة يا جماعة لايه? الصوت في مشكلة. عندنا فايف بروسيز في البلانينج وعندنا وان بروسيس في المونتور اند كنترول. اول بروسيس عندنا اللي هي الطبيعية بتاعة كل نولج جهرية اللي هي بلان سكدول مانجمنت وبعدين ديفاين اكتابيتز وبعدين سكوينس اكتابيتز وبعدين استيميت اكتيفتي ديوريشنز. ديفلوب سكدول. وبعدين كنترول سكدول. في فيرجين فايف كان عندنا كمان واحدة زيادة هنا في البلانينج اسمها استيميت اكتيفتي ريسورس. تمام? ولكن اتنقلت فيه الريسورس نولج جهريا لان ما كانش فيه اصلا ريسورس نولج جهريا ساعتها. فعملوا ونقلوها ليها. المهم ان تشغلوش بالكوب ده الناس بس عشان لو كانت ناس اخدت على فيرجين. طيب عارفة اللي حصلت او اللي حصلت. طيب نحكي الكسة كده ببساطة. احنا عايزين نعمل الهدف من دي كلها ان احنا نعمل ونقدر نمانج ونكنترول عليه بشكل كويس. طيب هنعمل ده ازاي? هنخطط زي بنعمل كل مرة. هنخطط هندير اللي احنا بنقوله ده كله ازاي? هنخطط لندير اللي احنا نقوله ده كله ازاي? وبعدين هندفين هنبتدي نقول ايه هي الاكتيفتز اللي تحت كل زي ما عملنا في الاول اللي كانوا رابعة في تالت او رابع عندنا في الفارت اللي فات. وبعدين هنساكوانس يعني احنا قطعناها هنرتبها بقى. هنحط مين ييجي قبل مين ومين ييجي بعد مين وهكزا. طيب اعملنا الكلام ده هنستمات اكتيفتي دوريشن. نبتدي نقول بقى الحاجة دي تاخد يوم والحاجة دي تاخد يومين الحاجة دي تاخد اسبوع الحاجة دي تاخد اسبوعين وهكزا. خلاص قطعنا الورك باكتش الاكتيفيتز وروحنا مرتبينهم من الحيس لسلسل الزمني وبعدين قلنا الديوريشن بتاعت كل اكتيفتي الحاجة دي تاخد وقت قدي. نبتدي بقى نربط كله ده مع بعض ونرسم النتور كده اجرامه عشان يطلع لنا بتاعنا. كيف احنا كده انتجنا ايه? انتجنا بتاع المشروع. نقول تاني. احنا مطلوب مننا الاول نخطط احنا هنعمل ايه? هنقول يا جماعة احنا والله طبعا انت خطط مش معناها انك تقعد تقول الاربع ما هم معروفين هم. بس هتقول انت هتعمل ده ازاي? يعني انت بتقعد تزبط لنفسك انا هستخدم اه ايه في الاستيميشن? انهي تكنيك من تكنيكس الاستيميشن? طب انا هستخدم ايه في السكادولينج? اه هتستخدم طب انا هجيب الديوريشن منين? هعتمد على ايه? على قراءة للخبراء? واللي هعتمد على ايه? تبقى تحكي شوية الحاجات دي. خلاص? وبعدين يعني هتبتدي تمسك كله واتقطعها لمجموعة من الاكتافيتس. وبعدين بقى تبتدي تاخد دول وتركبهم مع بعض. فحد هيقول لي طب ما هم كانوا اصلا على بعضها. انا اقطحهم وارجع ارتبهم. هقولهم يا بايشة اللي انت هترتبه مش شرط انه يكون بنفس الترتيب قبل ما تقطعه. انه ممكن تكون اكتيفتي في ايه? بتتنفس بعد اكتيفتي في ايه? وبعدين بترجع تنفس حاجات من ايه? وبالتالي انت بتقطع وبترجع الحاجات كلها مع بعضها بالترتيب اللوجيك بتاع المشروع مش وهي في الوركباكتج. يعني هافترض. ان مفروض ان انت مثلا بتعمل مشروع انتاج فيلم. انتاج فيلم سينمائي فيلم تسجيلي فيلم تعليمي ايا كان. هل? طيب انت في عندك شغل اه اه ترينينج اه او ترينينج بلانينج وفي عندك شغل ميديا بروداكشن وفي عندك شغل ماهم. هل معنا كده ان كل الذي تتنفذ وبعضها? وهل كده معنا كده ان كل التي تتنفذ وارة باعضها? وكل التي تنفذ وارة باعضها? لات انت ممكن تاخد اكتيفتي من الترينينج وبعدين تروح تعمل حاجة في الميديا بروداكشن وبعدين تروح تعمل حاجتين في الماركيتنج وبعدين تروح تعمل ثلاث حاجات في وبعدين ترجع على الماركتينج وبعدين تروح وهكذا ده السيكونس اللي بيحصل أصلا يعني الواقع هو بيبقى كده الواقع يعني الدنيا ما بتبقاش متقسمة ولا الدنيا دي كلها عشان يخلص ممكن يتعامل فيه شوية من أكتر من حاجة انت بتحتاج تروح تتابع في أكتر منها وبالتالي أنا بقطع بابتدي أرتب وبعد ما بلتب ابتدي يعني انا بلتب الاول وبعدين اقول دي بتاخد بقى وقت قديه فبتدي اقول هنا يوم هنا يومين هنا خمسة ابتدي اوصل كل ده ببعض ويبتدي يزهر قدامي ويزهر قدامي كمان واقدر اعرف قد ايه واقدر ساعتها اقول لك انا اقدر خلص لك الشغل ده فقدي كده في وقت قدي انا هنا يا جماعة بشرح حتى كده يعني مش بكلمك هنا في حاجة أنا بكلمك في حاجة عملية انا بكلمك في ان انت بعيد بقى عن العلم دوت او بعيدا ان انت هتمسك بقى كل تنفزها بعيدا الحتة دي انت هو يا سيدي ما حضرتش لك جزء دوت من المحاضرة وروح تماشي انت في الواقع بقى ما تيجي تشتغل عايز تشتغل صح هتعمل اللي انا بقول لك عليه ده هتخطط هتقطع هترتب هتستميت الديوريشن هتبتدي تضمهم مع بعض فيه تركبهم مع بعض فيه تعمل نتورك ده يجنب مع بعض تعملهم مع بعض هيطلع عندك في النهاية هيبقى فيه بتادي ايه تقدر طول المشروع بياخد وقتادي بس خالص تمام الاخر خالص بقى بعد ما ده حصل واحنا بدأنا ننفذ الشوق بتاعمل ايه بتاعمل على عشان ما يحصلش فيه ما يحصلش فيه انك تبقى دايما تحافظ انك تبقى ماشي مع الاسكادول او ان اهد من الاسكادول تمام طيب كده احنا افهمنا احنا عايزين نعمل ايه النهاردة او عايزين نعمل ايه في الحاجات دي فيه شوية تفاصيل مش هيه اللي هتبقى للازمة التفاصيل دي اهم حاجة ان الكونسبت يبقى عندك تمام ومفهوم لان الكونسبت ده من اهم الاشياء اللي بتخليك تقدر تجاوب الاسئلة ومن اهم الاشياء اللي بتخليك تقدر تطبق في الواقع العملي. فعلينا نشوف مع بعض. اول براسسة عندي هي دايما نقولنا بنبص على وبناخد بنروح وبعدين نخش على فالبراسس اللي موجودة عندي هنا في هي خطة ادارة الجدول الزمني. فمن الاخر حدف دي ان انت تنتج في الاخر خطة لادارة الجدول الزمني. انت بقى اعتمدت على اعتمدت على اعتمدت على اعتمدت على نفسك عملت اي حاجة. في النهاية انا عايز منك. اوكي? طيب. ايه الموجودة عندي? انها مش جديدة. برضو زا سين مش جديدة. واصدقائي الحلوين اللي بيقون معايا في كل اللي هم مميين والاو بي اي. اوكي? طيب. بي براسس بسيطر فاش اي حاجة. ندخل على احنا قلنا معناها بنمسك اللي عندي وبكسرهم الى ودايما خلي بالك هتلاقيها عبارة عن بينما عبارة عن يعني حضرتك النهاردة اما تيجي تقول دهان الغرفة ده تيجي تقول بقى دخلط المواد اه زبط اللون ادهن مش عارف ايه. حط المعجون اعمل ايه. اللي دي كده اللي هي اللي حضرتك لما تعملها الوركير باكس تبقى ايه تبقى خلصها. طيب عندنا هنا بقى ايه الاوتبوس اللي هتبقى عندي لما اكون نفست ديفين اكتابيتيز هيكون عندي اكتابيتي لست وهي قائمة بجميع المهام او الانشطة اللي انا المفروضة اقوم بيها. اكتابيتي اتريبيوتس وهي يعني شوية او اكتابيتي اللي موجودة عندي. وهنشوفها دلوقتي. ماي لستون لست. ماي لستون لست قائمة الاحداث الرئيسية. اللي حضرتك اه اه هتشوفها او هتواجهها في المشروع. يعني اه مسلا مسلا عن سبيل المثال ان حضرتك اه معروف مسلا في المشروع احنا عندنا ان ما نخلص احنا بنمدي برج دلوقتي اه ستاشر دور. ولما نخلص الجزء اللي داري اللي هو اول اربع ادوار دي كده ماي لستون بين نسبالي. لان انا في البعد الاربعة ادوار ببتدي اعمل مش عارف ايه? وهيجي يشوف ايه? ونبتدي نعتمد ايه? فازا هنا في ماي لستون. طيب لما نوصل لمرحلة ان كل الخرصانة بتاعت المبنى خلص ده ماي لستون. لما نوصل كمان لمرحلة ان احنا خلاص بدأنا نوصل لمرحلة النص تشتيب ده كمان ماي لستون لان انا هبتدي اسلم بعض العملة في المرحلة دي. طيب لما نبتدي نعمل التشتيبات تاعتنا ونبقى قبل خلاص تركيب الحاجات الاربعة ده كده ماي لستون لست هي قائمة بالاحداث الرئيسية اللي حضرتك هتبقى بتعلم عليها كده عشان لما تبتدي توصل لها بيكون في حاجة مهمة هده حسنا. كمان? طيب. والشانج الريكوست اللي هو طلب تغيير نتيجة ان حضرتك بتبتدي تستخدم اه 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 التكنيكس عشان تبتدي تقطع الاكتفاتيس وممكن تواجه حاجة محتاجة تغيير. فبقولك لو في حاجة محتاجة تغيير اعمل وهي تحديث خطة ادارة المشروع اذا كان هناك حاجة الى التحديث. فانا كده شفت الاوتبوتس يا جماعة عندي اه انا نشوف بقى الامبوتس. بحد دلوقتي انا مش شايف جديد. اللي خدتها اللي لسه طلعا لي في اللي فاتت. كمان اللي هو يعتبر اه طالع اه من اللي قبل كده. اللي هم اصدقاء الحلوين. خلينا نسميهم دايما اصدقاء الحلوين. طيب. عندي لدي التولز والتيكنيكس. وده برضو مش جديد علي. ده اللي انا استخدمته وانا بعمل اصلا الوركي بريك داوان استركتشور. طيب هو تكنيك هشرحه لكم دلوقتي بجراف هتفهموه يعني ايه رولينج ويف بلانينج. فعالوا ندخل على المفيد. ادي رولينج ويف بلانينج. في الوضع الطبيعي اللي هو تحت ده. اللي هو بنسميه او افرانت او افرانت بلانينج او واترفوب. انت بتقعد تعمل بلانينج لكل حاجة. بعدين تبتدي تنفس. بعدين تبتدي تدليفر. وكده بيبقى البروجيكت بنسبالك ضن. والان ذا رولينج ويف بلانينج. انت بتتشغل بتعمل عارف يعني ايه رولينج ويف? وهي الموجة اللي ايه اللي هي متجددة. اللي هي كل شوية تبتدي تلف بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا واللي انا بعمله دلوقتي قدامكم بصواباي. اللي هو عبارة عنه انك تخطط لحتة وتدليفر الحتة. وبعدين تخطط لحتة تانية وتدليفر الحتة التانية. حاجة كده اشبه بالادابتف او بالاجايل اللي احنا كنا بنتكلم عنه. تمام? طيب. ده وزي ما احنا قلنا الحاجات التانية كلها معروفة. تعالوا نشوف اللي عندي. اكتابة وحنا زي ما قلنا اللي هي عبارة عن القيمة اللي فيها اللي عندي. اللي هي برضو عبارة عن بتاع اللي عندي. يعني يبقى فيه معلومات اكتر عن كل بدل ما كنت بعرف حاجة او اتنين او تلاتة عن كل لا انا ببتدي معلومات اكتر لا اقول ان دي مرتبطة بكزا وكزا. دي جزء من كزا. دي مسؤول عنها فلان الفلان. الاكتيفتي دي هتبقى مشترك فيها اكتر من جهة. بتدي ادي انفرميشن اكتر عن الاكتيفتي. زي ما احنا شرحنا من شوية بتبقى عنده في حاجة مهمة هتحصل. هي نقطة معينة على الاسكادول بتاعها. تمام? والميلستون ده فيها مانداتوري وفيها اوبشنل. يعني حاجة لازم فعلا انت تبقى عندها تدي اه 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 فيدباك او الارم للجهات كلها ان فيه ميلستون حصل يا جماعة ولازم تيجو تتفرجو او تشوفو او تعاينو او تبقى افديتد. وي على الجانب الاخر اه في حاجات اوبشنل ممكن تتجاوز. طيب ده شكل قدامنا للميلستون على كانت الشارت كانت من اشهر انواع اللي بتستادم في ادارة المشروعات وهو بيكون شكله زي اللي قدمكم هنا ده. احنا عندنا فوريكزامبل عندنا هنا اكتر من اكتر من اكتر من حجات او اكتر من اكتر من بس عند نقط معينة اللي انا معلم عندها دي كده اللي متعلم عندها هنا بالايكس وبالستار وبالتفينجل دي كده ميلستون ميلستون مائلستون 2 ومائلستون 3. المائلستون دي تعتبر مائلستون للماركت تيم اللي هو بالأفضل والمائلستون اللي هي الستار تعتبر مائلستون تيم مائلستون للتيم اللي بالأزرة اللي هو الـ planning team والـ development team اللي هي دي. كمام؟ هتغل نشوف كمان التابل بيكون شكله. او لما تحط مائلستين لست بتبع شكلها هي. ادي المائلستون نفسها ودي الـ number بطحها ودي هنا لو كانت mandatory or optional وبعدين ادي الـ completion date يعني هي هتبقى موجودة او مالستودة تحصل عن تأني تاريخ. والـ verification بتاحها يعني to be verified by مين؟ by sponsor approval. بقى جيب الـ sponsor اقول له احنا وصلنا المائلستون الفرانية هو اللي بيفريفاي الكلام دوت. ده بالنسبة للمائلستون. ندخل على الـ sequence activities. sequence activities is the process of identifying and recommending relationships among the project activities. نبتدي بقى نشوف الـ dependency determination اللي احنا اتكلمنا عليه من finish to start من start to start. من finish to finish. من start to finish. ونشوف الكلام ده كله ونشوف الـ leads والـ legs والكلام ده كله. طيب تعالوا نبص كده على الـ outputs. project schedule network diagram. يعني هيبقى عندنا في الاخر مش schedule هيبقى عندنا network ده يا جماعة. تمام؟ طيب عندنا project document updates بنـ update في الـ activity attributes. طيب هو ليه احنا بنقول هنا network schedule network diagram مش مش الـ schedule النهائي بتاعي. لاننا لما يكون عندي الـ duration لسه متحطتش. ويكون عندي dates لسه متحطتش. مقدرش اقول عن عندي ده schedule. ده مجرد network diagram. لكن لما ابتدي احط duration. قددي احط start date و end date. قادر اقول ان ده الـ schedule او الجدول الزمني بتاعي. طيب. هنا يعني احنا المين اضبط بتاعنا سيبقى ان احنا هنعمل update لو فيه update في الحاجات دي كلها. تمام؟ بس المين اضبط عندي في الحالة دي هي project schedule network diagram. project schedule network diagram. طيب. الـ inputs عندي ايه؟ عندي project management plan. عندي. واللي هي هو schedule management plan. وscope line. و project documents اللي هي activity attributes. و activity list. و assumption log. و miles to list. واصدقاء الحلوين. ايه اف و او بي ايه. طيب ايه هي التكنيكس اللي هنستخدمها البريسينيستجراميج مثل اللي احنا تعلمناه. اللي احنا كنا من شوية لو تفتكروا. كنا بنعمل ايه كنا وصلين لحد عندنا تيبل. فاحنا هنكون جبنا الاتفيتز ورتبناها في التابل عن طريق الساكسسر والبريسيسر. وبعدين نبتدي نرسمها بالبريسيدنس ديجنامينج مثل اللي احنا قلناها. اللي احنا قلنا عليها من شوية بحدد مين الفينيش تو ستارت ومين الستار تو ستارت ومين الحاجات دي كلها. بابلاي اللي تزوليكس. تمام? اللي هي اللي احنا برضو صلحناه عن انا اديلي تاسك او اديلي تاسك. و project management information system. اي نظام ادارة اه 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 مشروعات اتحاجة تعتمد عليه اي نظام scheduling تعتمد عليه. سبعا بقى كده بتتستخدم project اه ميكروسوفت project. تستخدم whatever اسمي اللي بتستخدمه يعني. معنا طبعا المهنس العظيم مهنس احمد سمير من اعظم اللي موجودين في المنطقة يعني. ممكن يكلمكم على scheduling احسن مني مئة مرة يعني. فحاولوا تمسكوا فيه وتدبسوه كده في محاضرة في البلانين جاني. تمام? طيب. عندنا اه ده تمام? واللي احنا هكونوا بنتكلم عنين شوية. اللي هو من الاخر ادي ادي حضرت حطيت الحاجات وبدأت تفكتبها وتنتج كده جانا. ولا فيه ولا ادي كده كده جانا مقدام حضرتك. طب ندخل على احنا كده عملنا ايه? احنا خططنا وعملنا قطعنا وقلعنا. وبعدين ربطناهم مرة بعد وقلنا مين بيجي بعد مين? يتبقى دلوقتي ان انا اعمل ايه? يتبقى دلوقتي ان انا نسا اقوني بس بحاول ان انا اغير الوضع طبعا يبقى صعب شوية بقى بازبط كده يعني. باستميت اكتيفتي دوريشن. تمام? انا هنا محتاج اطلع مدة كل اكتيفتي. الوقت اللي هتتنفذ فيه كل اكتيفتي. ده اللي يلزمني هنا من الموضوع ده. ولنا مجي اعمل دوت محتاج احط في الماغي او اتعلم او اخد خبرة اني فيه ااااااااااااااا في بعض المبادئ لازم ارعيها. تمام? اول مبدأ او اول قانون عندي Law of بالعربي هو قانون الغلة المتنقصة او العوائد المتنقصة. ده معناه ايه? معناه ان حضرتك لما تكون يعني لازم تفاهم ومتعلم ان مش معنى ان الحاجة دي بتتعامل بخمس افراد في عشر ايام انك مثلا مثلا لو خلتهم خمسين فرد هتتعامل فيه. ليه? لان مش كل العوائد بتتضاعف بنفس الطريقة لما اتضاعف الريسورس. مش كل العوائد بتتضاعف بنفس الطريقة لما اتضاعف الريسورس. يعني انت مثلا من ضمن الحاجات اللطيفة اللي بتتقل على اقدارة المشروعات. فبيقولك ان مدير المشروع اللي هو ما بيش يعني بياخد المواضيع بشكل ايوة. الله يكرمك المهندس مانسي احمد سعلاني. لسه كنت هقولها الجزئية دي. ان ان مثلا مدير المشروع اللي هو ما عندوش الكونسبت بتاع بيبقى مؤمن بان طالما الست بتجيب طفل بعد حمل تسع شهور. يبقى احنا ممكن نجيب الطفل لو جبنا تسع ستات حوامل بعد شهر. يعني نجيب طفل بعد شهر لو جبنا تسع ستات حوامل. تمام? فطبعا الموضوع ما بيبقىش بالشكل ده. آآ ف معناها ان كل حاجة وليها كيرف مهما زودت يعني تيجي عند نقطة معينة مهما زودت مابتاخدش نفس او العائد اللي اللي بتناسب طرديا مع الريسورس اللي انت حطيتها. تمام? طيب. آآ عندنا كمان نقطة نقطة لازم نرعيها ان في حاجات بتجد لما تزود عدد الريسورس. يعني انت مسلا لو عندك خمسة بيشتغلوا. فانت ممكن تبقى ما عندكش تحديات ولا مشاكل خالص. انت مش محتاج تجيب مسلا نظام حضور وانصراف. انت بتشوف الخمسة بعينك اصلا. آآ كمان بيبقى الناس دي بيبقى مشاكلها محدودة. الناس دي يعني متطلباتها محدود. بس ما عزيزها. زيادة العدد لازم ترايك ان في حاجات بتجد بعيد عن الحاجات اللي انت كانت موجودة وتقدر تضربها في عدد الريسورس. يعني انت النهاردة لو زي ما قلت لك انت عندك خمسة فانت مش محتاج اصلا نظام حضور وانصراف لانك بتشوفهم بعينك. مش محتاج تجيب عربيات تنقلهم لانك انت برضو الناس دي بتركب معك مسلا انت رايح وانت جايب. مش محتاج حاجات كتير. بس لما الخمسة دول يبقوا خمسمية لانت لازم نظام حضور وانصراف لازم كاميرات مرابة لازم مش عارف ايه فلازم تبقى حاطط في اعتبارك ان ان في متطلبات جديدة او في امور بتبقى اه 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 غير فكرة الكميات اللي حضرتك بتضربها. ان احنا مسلا نضاعف الكمية فانقوم نضاعف اللي بتقول لا فيه فيه بيحصل. فيه جديد بيحصل. فيه بيبقى متاح انه يحصل مسلا لما يكون عندك خمسة لكنش متاح يحصل ما يكون عندك خمسين في انتو في الاول بيبقى الانتاجية قليلة لان الناس ما بتكونش بعد شوية بتتعلم وبالتالي بتزيد. تمام? طيب. كمان لازم حضرتك تراعي وانت بتبتدي تعمل ان فيه امور كتيرة وفيه تكنولوجيا جديدة جدا ظهرت بقت بتساعد على ان الحاجة تحصل في وقت اعلم اللي كان بتحصل فيه. وبالتالي لو في امور البناء بقى فيه بتقوم باعمال بتديك كواليتي اعلى وقت اقل تمام? وبالتالي رأي الحاجات دي يعني حط في اعتبارك ان اللي ينفع يتعامل بالتكنولوجيا في وقت اقل بلاش انك تستمت بناء على الحاجات العادية اللي هي بتاعت الايه? بتاعت انك شغل بطريقة يدوية. واخر حاجة خالص فيه عندنا حاجة اسمها وفيه كمان بتقولك ان طبعا تسمت باسم الطالب لان اشهر حد بيعملها الطالب لكن هي ناس كتيرة جدا بتقع فيها واحنا كعرب وكمصريين وككل حاجة بصراحة عندنا الحتة دي جامدة جدا. ايه هي بقى? ان ان انت بتفضل سايب الحاجة لحد اخر لحظة وبعدين تبتدي تزنق نفسك في اخر وقت متاح عشان تعملها. سواء كان امتحان سواء كان تسليمة سواء كان تقرير سواء كان اي حاجة. انت ممكن يبقى قدامك عشر تيام عشان تنفذ الحاجة دي. بس بتيجي تعملها في اخر يوم وممكن مش في اخر يوم كمان ده في اخر ساعتين في اخر يوم. لان خلاص انت عارف ان الحاجة دي. فدي اسمها سيندروم. طيب. كمان على الجانب الاخر عندنا او التسويف اللي هو بيقول لك ايه باكينسينز لو? بيقول لك انك دايما هتلاقي ان المهمة بتتنفس في الوقت اللي انت مخصصها ليه. يعني لو مهمة بتتعمل في يوم بس انت خصصت لها تلات ايام. هتاخد لتلات ايام. لو مهمة بتتعمل في تلات ايام وانت خصصت لها اسبوع او كان قدامها اسبوع هتتعمل في اسبوع. فحضرتك في النهاية المهمة بتستريش او بتشرينج المتاحة. ودي فكرة او التسويف او ان حضرتك دايما بتقول لما مش عارف ايه طب ما انا ينفع اعملها في ساعتين طب ما هو في اخر الوقت هبقولكو الكلام ده وانا شخصيا بقع فيه يعني انا ممكن يكون قدامي وقت ولكن بحضر دايما للمحاضرة او ببتدي اشوف اين بتاعتها قبلها بساعتين تلاك. طبعا يعني اللي بيساعدني في الحتة دي ان انا ممكن اكون ديت الكورسي ده مرات كتيرة جدا قبل كده وبقت عندي حاجات وبقدر الم الحاجات في وقت قليل. طبعا هيكون افضل ان انا اخلصها وقت بدري واخلص منها وابقى مرتاح وابقاش ده قبل المحاضرة والكلام. تمام? فيعني نجي برضو حاجة. وبالمناسبة يعني انتوا ممكن تكونوا ملاحظين ان انا المرة دي اكتر من المرتين اللي فاتوا. عايز اقول لكم ان ده الطبيعي بتاعي بس المرتين اللي فاتوا نتيجة التعب الصحي اللي انا كنت بمر بيه كان حقيقي ضغط علي جدا جدا. ولكن لله الحمد وصلت لعلاج ان هو بدأ يخليني ابقى فايق وما بعانيش من نفس المعاناة دي. فهتلاقوني المرات دي الحمد لله بطبيعتي. وسمحوني على المرات اللي فاتت اللي ما كنتش فيها بطبيعتي. ويعني اتمنى ان احنا نقدر نكمل كده وربنا يكرمني ويفضل العلاج ده جايب نتيجة ايجابية معايا ان شاء الله. تمام? طيب. بني نكمل. رجع Инدان دي. عندي الريح. الـoutputs اللي عندي هنا duration estimates cases of estimates تمام وي project documents بايدوية جماعة هتلاقوني مرة بقول estimate وestimate دول تو pronunciation مختلفين عشان دول كلمتين مختلفين estimate اللي هو الفعل الverb ان انت تخمن او قدر تمام وestimate اللي هو التقدير اللي هو الاسم نفسه اللي هو في الحاجة في النهاية duration estimate اللي انت وصلتله ففي estimate اللي هي قدر او خمن او حدد وestimate اللي هي التحديدات اللي انت وصلت لها في النهاية فانا مش بلغبط ما بين الpronunciation ولكن two different pronunciation two different words the verb و the noun طيب basis of estimates project documents update فبعمل update في الـ activity attributes assumption look listens learned register لو اي واحدة منهم كانت محتاجة update فانا بعمل لها update duration estimates اللي هي estimations المدد اللي حضرتك وصلتلها خلاص انت وصلت لاني دي في يوم ودي في يومين ودي في خمس ايام ودي في خمس اشار يوم basis of estimates هي القسس اللي حضرتك اعتمدت عليها في الـ estimation ده انت اعتمدت على ان مثلا انت جيت العامل عشرين متر في يوم اعتمدت على ان المسافة ما بين مسلاً المكان الفلاني بتاخد كزا بالعربية الفلانية اعتمدت علي شوية حاجات كده اعملت بيها فتحط طيب ايه الانبوس اللي عندي? الانبوس اللي عندي زي ما انتوا شايفين كده انتوا شايفين كل شوية الدنيا بتكبر لو انتم مش شايفين من عندكم طبعا الناس اللي بتتبع من الموبايل انا ده انصح تماما بان انت تتبع الكورس من الموبايل لانه عندنا كلام صعب قرأته من الموبايل ولكن يعني تقديرا بس الحتة انا ممكن يكون في ناس ان اشغربوا الموبايل انا هعملكم بس على الجزء ده اهو. اهو. انا عندي هنا ايه? عندي project management plan schedule management plan وسكوب بزلين. دول اللي هما project management plan. طب ايه الproject documents? activity attributes, activity list, essential log, lessons learn and register, milestone list, project team assignment جديدة دي. اما قلت لها اناش قبل كده. انا من امتى بقولك كل حاجة. يعني انا من امتى بقولك كل حاجة. طبعا ديها جمعة جزء من resources. وهنا اخدها لما نروح هناك. وهتقول لك ان احنا مش ماشيين بترتيب تنفيذ المشروع. احنا ماشيين بترتيب تاني بالاضافة للبروبيسيب الابوريشن. انا ممكن يكون مش موجودة عندي وبعدين ارجع اعيد تاني بعد ما توجد عشان اللي عندي وهكزا. resource breakdown structure. وده زي الwork breakdown structure بس resources. هنشوف شكله دلوقتي. resources calendars نفس الكلام برضو. هنشوفها. اللي هو من الاخر الكالندر بتاعت كل resource. resource requirements اللي هي متطلبات في النهاية لكل اه حاجة انها تتعمل بايه. يعني مثلا لو انا عندي دلوقتي اه دهان غرفة. دهان غرفة ده هيحتاج فرض واحد عامل هيحتاج اتنين جلون دهانات هيحتاج مش عارف ايه. دي كلها اسمها resource requirements. والريسك ريجستر اللي هو سجل المخاطر طبعا ده احنا هنجيبه من الريسك آآ من ايدنتفاي ريسكس لما هنكون شغالين في الريسك آآ وعندي طبعا اصدقاء الحلوين اي اف وي او بي اي. طيب كده احنا قلنا وقلنا وقلنا تعالوا نلغي بقى الايه? الزومنج ونشوف التولز اللي موجودة عندي. طبيعي. وفي حاجة اسمها analogous estimating. وحاجة اسمها parametric estimating. وحاجة اسمها three point estimating. وحاجة اسمها bottom up estimating. وحاجة اسمها data analysis اللي فيها alternative analysis and reserve analysis. و decision making و meeting. تعالوا نشوف ايه بقى كل الحاجات دي. خلاص? طيب. نمسك اول حاجة analogous estimating. الانالوجس estimating ما هو الا ان حضرتك بتعمل نوع من انواع المناظرة او المقارنة ما بين المشروع اللي انت شغال في دلوقتي ومشروع تاني كنت شغال فيه او حاجة تاني شغال فيه وانت شايف النداء زي ده هنا. يعني ببساطة. الاوضة اللي كانت اربعة متر اه في اه المشروع اللي هناك دوت وكانوا بيدهنوها نفس الدهانات بتاعتنا. كده بتاخد معهم اربعتيان. يبقى احنا هنعمل للدهانات معنا هنا في الغرفة الاربعة متر. اه برضو اربعتيان. تمام? يبقى ده كده الانالوجس بس حضرتك بتبتدي تمسك ما بتعملوش بنفس الطريقة اللي قلناها دي بس بتاخد مسلا ان اه حاجة الفلانية في موضوع الدهانات في الغرفة اللي هناك دي كانت بتاخد مسلا مفيش تناظر متكامل او تناظر كامل ما بين الغرفة اللي هناك والغرفة اللي هنا فانا هاخد انصر هنا هبتدي اطبق عليه معينة واخدوا معايا هنا. طيب تعالوا ناخدوا كده هدهولكم في الكوست وانتوا ركبوه بعد كده عالطايم او ايه عاي. انا هافترض ان انا عملت برينتينج سوق لطباعة. تمام? اه في مطبعة طبعة مسلا عشرة الاف بروشور. اه كان الورق نفسه وزن مية وخمسين جرام. وكانت وكان اربعة لون وكانش خارف ايه وكان الكلام ده كله بايه بالفين جنيه ميزل. طب انا هاجت دلوقتي بعمل بروشور بس ما هواش اي فور لأ دا ايه فايف. ومش عشر تلاف لأ ادول عشرين الف. وي والتي美ين فانا محتاج اخد البرامتر زي اللي كانت موجودة هنا. وابتدي اطلاي عليها اللي عندي. عشان اقدر ان انا اعمل. فانا باخد برامتر منهم. مثلا. for example. التباع. الالوان. الويت. المية وخمسين جرام. الكلام ده كله. وابتدي اخده هناك. وابتدي اغير في البرامتر لحد موصل تريب من اللي عندي. طيب. اه الناس هنا في الشات اللي بس فيه حاجات كتيرة. طيب. لو الكلام صغيرة جماعة انا بس يعني لسه كمان دخلين على كلام اصغر. يعني اللي شغال من الموبايل لو يقدر يحول على الكمبيوتر ماشي ما يقدرشي. انا هعمل زومينج. بس السلايد اللي هنشغلين فيها مش 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 صغيرة قوي ومش محتاجة يعني ان احنا نعمل زومينج يعني. الله يسلمكم جميعا يا جماعة. الله يسلمكم جميعا. شكرا لكم جدا. طيب. ندخل على الجزء ده. الفري بوينت استيمتز. الفري بوينت استيمتز. عند حضرتك بتبتدي. اه يعني كأنك انت بالزبط. اللي اعدت معها. يعني جاي تعمل لشغل مسلا او شغل ايه شغل كاربينتر. تمام? اللي هو شغل اه خشب مسلا. والله اعدت مع اكتر من واحد. اعدت مع عشرين واحد. ففي ناس اكستريم قوي من حيث الوقت بيقول وقت قليل قوي. وناس اه اكستريم من احد تانية بيقول وقت كبير جدا. وناس بيقولوا وقت متوسط او وقت منطقيا. فبنسمي الناس اللي هي بتعمل اه استيميشن كبير قوي. ان هما ناس متشاهمين قوي. والناس اللي بيقولوا وقت قليل او بنسميهم ايه? اوبتيميستيك. كمام? والناس اللي هي الطبيعيين بنسميهم مستلايكي. هل? وبنبتدي نابلاي على الاستيميشن بتاعتهم دي اكيواشن. الاكيواشن دي في منها تو فورميلة. فورميلة بتاعة تريانجل وفورميلة بتا بتا. تريانجل ديستبيوشن وبيتا ديستريبيوشن. اللي اتنين تحت طيب بتقول ايه الاكيواشن دي? بتقول لك والله انت بتاخد الطايم بتاع الاوبتيميستيك. بلس الطايم بتاع البسميستيك. بلس الطايم بتاع المستلايكلي. وتكمع الثلاثة دول وترجع تقسيمهم على ثلاثة اللي يطلع لك يبقى ده الاستيميشن بتاع الطاسك بتاعك. ده الاستيميشن بتاع الطاسك بتاعك. تمام? طيب على الجانب الاخر البيتا ديستريبيوشن بتقول لك والله ان اه اللي حضرتك هتطلعه بيكون ناتج من واحد في بتاع الاوبتميستيك. واحد في بتاع البيس مستيك. واربعة في بتاع المست لايكلي. هنا بيحاول يزود بتاع المست لايكلي. ويقسم كل على كام على ستة. كمان? فدي الثري بوينتس. طيب. هندي اللعقة يدخليني على سكادول. سكادول هي العملية بقى اتحد ان احنا هنبدأي نربط ونحط الديوريشن بس حطينا الديوريشن نبدأي نربط ونحط الديتس وكلام ده كله. تمام? ده الهدف منه. خير. عشان برضو الناس اللي شغالها من الموبايل هنعمل زومينج لان دي من اللي فيها كميليت كلام كتير جدا. عندنا هنا في الادبط. سكادول بيزلاين. سكادول بيزلاين ده اللي هو يا جماعة اللي هو المعتمد من السكادول. لان كملت السكادول قاعدت تزبط في تزبط في حد مصلت الاخر حاجة. وروح تقول لهم يا جماعة من فضلكم عملوا لي على السكادول ده فبقى فده اسمه سكادول بيزلاين. ده اللي هو قبل الايه قبل البيزلاين. السكادول داتا اللي هي البيانات اللي بتبقى مرتبطة بالسكادول ودي يعني ما نشوفها دلوقتي. اللي هو النتيجة او التقويم الخاص بالايه? بالبروجيكت. طب هتقول لي ده يعني مش هو البروجيكت سكادول? يعني لأ اقول كامل شو هي البروجيكت سكادول. كلاندر ده انت بتحدد الوروكينج دايز بتحدد الشفت تحدد حاجات كثيرة جدا متعلقه. بالالستارت الوروكينج ستايم والوكينج تايموه هكاز. change request اللي هي طلبات التغيير project management plan updates ويهي project documents updates طيب هاي الانبوتس اللي عندي عندي project management plans schedule management plans scope is line ويهي project documents فيها كل الكلام ده الوقت ينفيش اي حاجة جديدة غير مفيش كله كله معروف عندي اللي هو resource calendar والدنيا دي والاجريمس والانتربيز environmental factors وي وبعيدة ويا جماعة resource calendar دي بتبقى calendar اللي بتحدد لي resource ده مشغول امت وفاضي امت resource calendar تبقى calendar اللي بتحدد لي resource ده resource ده ممكن يبقى بشر وممكن يبقى مش بشر يعني ممكن تبقى معدة حفار ممكن تبقى whatever machine او الدول او المشينري اللي حضراتك بتستخدمه او IT specialist او printer او whatever resource calendar دي بتحدد ال resource ده ايه هي بتاعته وايه هي كمام طيب ايه التولز اللي عندي schedule network analysis critical path method resource optimization وهنشوف resource optimization ده باتي طبعا critical path method احنا قلناها قبل كده وال schedule network analysis برضو قلناها اللي هي ال backward path وال Cape Sie والحاجات دي كلها تقطبها data analysis اللي هي وطف scenario analysis اللي انت بتتقعد تقول ماذا لو تمشي مع الاحتمالات دي كلها simulation بتوعothe تتشغل simulationcz ان ال project تتعاينوه مشتغل طب ايه الحاجات اللي اين ممكن تكونوا افتو طب اين لا يحصل. لا تبديه مش منطقية تبديه هيجي ساعة الواقع مش يحصل لان دي مش هتكون لسه توفرتي بازاي بنبني على دياعة دي. يعني لازم تعمل سيميوليشن عشان تبيه يشوف فعلا اه 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 الاسكادول ده فعلا اتشيف اول ونقدر نمشي عليه عليه. اجايل ريليز بلانينج زي ما هنوضح برضو ايه لو انت شغال اجايل فانت بتستخدم الاجايل ريليز بلانينج. طيب هو في مكتوب رقم اثنين من اه مهندسة مريم والمهندس محمد. لو ممكن تأكدولي بس الصوت شغال كويس ولا في اي مشاكل. لو في حد تاني عنده مشكلة في الصوت يكتب رقم اثنين لو ما فيش نكتب رقم واحد. طيب. مهندسة مريم مهندس محمد ممكن تكون عندكم مشكلة في السبيكر او في الانترنت. يريد تراجعوا التصبيت الدنيا دي عندك. نشي. مهندس محمد هو هو برضو بيقوله رقم اثنين. فيعني ان المشكلة ممكن تكون عندك انت. طيب خلينا نرجع تاني يا جماعة. احنا كده ايه? احنا كده قلنا على الانبوتس والتولز والتكنيكس. كمام? طيب. احنا اخدناها كلها. خلاص يا جماعة خلاص خلاص ما حدش اكتبتني في الشهد. خلاص التكنيكس اللي احنا قلناها كلها بنستخدمها. كمام? دي اللي هي. إن سكدور النتوناس والؤلاء جلول كالتي يول من الويك رمبر ون للويك نمبر سفين. بس الديماند اللي على الريسورس مسلا في ويك نمبر ون اكتر من الافيليبل. يعني افترض ان الريسورس دوت هو مسلا الاي تي سبيشيليست. فالاي تي سبيشيليست بيقدر يشتغل خمسة واربعين ساعة في الاسبوع. خمسة واربعين ساعة في الاسبوع. فالاسبوع الاول كان الراجل ده مطلوب منه سبعين ساعة. الاسبوع التاني مطلوب منه خمسين. هنا مطلوب منه مثلا تلاتة اربعين. هنا مطلوب منه اربعين. هنا مطلوب منه خمسين. هنا مطلوب منه عشرين. هنا مطلوب منه ستين. طيب ده الديماند بتاع الحاجة اللي عندك. ده الديماند بتاع الحاجة اللي عندك. يعني انت لما جيت تحط بتاعتك ورتبتها لقيت انك محتاج الريسورس دي. طيب لما جينا نشوف احنا نقدر نوفر الريسورس دي بالوضع ده عشان الموفر ده يبقى احنا مثلا محتاجين نوفر اتنين اي تي سبيشاليست عشان نقدر نغطي الكلام ده. لكن لما جيت اشوف الريسورس دي اللي لقيتهم ايه? لقيتهم وان اي تي سبيشاليست. وبالتالي بدأت اغير في السيكوانس بتاعة الاكتيفيتس عشان اكسباند الاكتيفيتس دي على مدة اكتر بحيس ان انا اقدر اغطي الديماند بتاع الاكتيفيتس دي من الريسورس ده. حسب بتاعة الريسورس. الريسورس هنا في الحالة دي بقى ايه? بقى هو زي ما احنا شايفين خلاص ما بيزدش عن الخمسة واربين ساعة في الاسبوع. بقى موجود كله بس حصل بدل ما كنت اخلص في الاسبوع السابع. بدأت امد الاكتيفيتس شوية وبدأت توصل معي للاسبوع التاسع. طيب انا بقيت واصل للوضع ده زي ما انتم شايفين بقيت اخد من هنا وحط هنا واخد من هنا وحط هنا فنتج عندي الشكل ده. خلاص? طيب. انا بقى كمان بقى عندي ايه? عندي ايام الاي تي سبيشلس دي شغال فيها مية في المية وايام فاضية خالص. فبدأت بدل ما انا بعمل الشكل ده رحت عامل بحيث ان انا اخلي بتاع الريسورس ده في كل الاسابيع متقارب من بعض. وبدأت اخليه بيتحرك في الرينج بتاع التمانية وتلاتين ساعة بحيث ان انا بقاش فيه يوم شغال فيه جامد جدا ويبقى فيه يوم تاني ضعيفة. فبدأت اعمل ايه? بدأت اعمل اللي انتو شايفينه قدامكم ده. ان انا بديت طبعا هتقول لي هنا ده مثلا 5 سوار بين اقولك ماشي ما مش لازم كل الاسابيع تبقى ماشي المصطرة. بس انت بتحاول تعمل الاندي ما تقدر ان فيه بتبقى جبرات انها مينفعش تقعد اكتر من كده. تمام? فده اللي هو جوا و جوا خلي بالك هنا في حاجة لطيفة قوي. انت في ما قدرتش تزود انت كل الحكاية خدت من اسابيع وخطيت في اسابيع تانية. يعني بدل ما كانت التسك بدل ما كانت عن تسك واحد واثنين وتلاتة في اسبوع رقم اتنين رحت وايخد تسك واحد واثنين وخليت تسك واحد واثنين في اسبوع رقم اتنين وخدت تسك رقم تلاتة حطت في الاسبوع الخامس. مسلا. كمام? انت هنا مزودتش الديوريشن. لكن انت في الحالة الاولانية لكن تزود عشان تزبط كمام? طيب. اه في رسائل. ما انت ساحمل عليها طبعا ليش ممكن نخلي السؤال الاخر بس بش مانتس عشان ما ان انا ماشي دلوقتي مش عايز اقطعه وعمل للناس. خلينا بادي ابدو اخر بش مانتس عشان. طيب نجي الكلام بتاع اللي زولاج والكمبريشن. اللي زولاج احنا قلناه مش مش اي مشكلة. والكمبريشن عندنا تيكنيكس قلناه فاصل تركيز ازاي ما تشايفين احدا في فاصل تركيز بدل مكان دي بتحصل بعد ايه? لا دي بيها تحصل معي. والكراشنج بدل مكاني باتنين بس وهينفزوها في اربع اسابيع? لا بقى كلاتها وهينفزوها في تلت اسابيع. هدي كراشنج والفاصل تركيز. تمام? ده الاجايل ريليز بلاننج. الاجايل ريليز بلاننج لما تكون حضرتك شغال الاجايل. في الاجايل يا جماعة زي ما احنا قلنا الكنس بتقايم على فكرة ان حضرتك بتبتيت تشتغل حتة حتة وتخلصها وترجع تعمل اخد في الباك وتشتغل تاني وهكذا. طيب ايه اللي بيحصل في البنية بتاعة الاجايل? طبعا المعنسة احمد ديس النهاردة مشاير ان هو حصل على في الاجايل. فيعني انا ممكن دلوقتي اهم عامل وهو اللي يشرح لنا الجزئية ديان. ولو اخطأت يا بشونس احمد يعني يريد تصحح لها. فانت راجل ما شاء الله دلوقتي في الاجايل يعني. طيب. ان رؤيتنا الاول للبرودكت اللي احنا هزين نطلعه او ايه هو البرودكت بتاعنا? ده بيشكل عندي البرودكت رودماب اللي هي خارطة الطريق بتاعت البرودكت بتاعي. والبرودكت رودماب بتدرايف الريليز بلانز. الريليز بلانز دي بقى اللي هي مجموعة الريليزز اللي هتطلع. انا مثلا عندي خلينا الكلام هنا بيبقى الاجايل معظموا من الصوفتوير فانا عندي صوفتوير ريليز نمج وان. ده الريليز الاول او الاصدار الاول اللي هيطلع من البرنانج. فريليز نمبر وان ده بيبقى فيه شوية فيتشورز والفيتشورز دي بتيبقى الكور وبيبقى طالع بنسبة اه 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 او امبروفمنت معين. بنبتدي ناخد الالساكند ريكورمس او الساكند ونحطوهم في ريليز دو مع امبروفمنت الفيتشورز اللي كانت في ريليز وان. ونعمل نفس الكلام مع ريليز ثري. نبتدي ناخد فيتشورز جديدة اي اقل اهمية مش كور بس يعني احنا بنبدأ دايما ان الكور الحاجة اللي هتدليفر بزنس فاليو او هتبقى كور بالنسبة لك تبقى في ريليز وان. واقل منهم في ريليز في ريليز. فبقسم المشروع من الاول بالشكل ده. بقسم المشروع من الاول بالشكل ده. وكل فيه مجموعة من الفيتشورز وبتدي اشتغل على كل. الريليز بقى اللي بامسكه بقسمه المجموعة من الاتريشن. الاتريشن ده اللي هو بيبقى عبارة عن ان انا بقطع بتاعي لمجموعة برضو من الفيتشورز وبيخد اللي هي المهمة الاول جدا وببتدي برضو انفزها واروح اوريها للكستمر او او اسمه معايا هيكون ايه? اخد منه الفيدباك وابتدي اروح اشتغل عالفيتشورز بتاعة اتريشن تو مع تحسين الحاجات متيجة الفيدباك اللي اخدتها من الكاستمر في اتريشن آآ آآ زيرو. وهكزا. تمام? طيب ناجي بقى لكل اتريشن دي بقى متقسمة كده لمجموعة من الفيتشورز فيتشور اي فيتشور بي فيتشور سي وهكزا. الفيتشور الواحدة ممكن يكون فيها تو يوزر ستوريز. اليوزر ستوري دي معه اللي هو بتيجي في الاول بتبتدي تسكرايب كده. او انت بتجمع الانتاجين في الاجائل بقى شوية فبتدي اقول والله انا كيوزر انا كسيلز عايز يبقى قدامي الانترفيز ده في الفيتشورز الفلانية بالشكل الفلاني. فدي بيسموها اللي هي بعد كده بتتحول للآآ اللي هي مع بعضها كلها بتشكل بتاعي. طيب عشان برضو ما تخلكو ما تخلكوش في حاجات ممكن تكون ببساطة شديدة جدا بتتكون مجموعة من الفيتشور كل فيها مجموعة بتاخد دي خمس ساعات تسكي تمانية تسكي دي اربعة وهكزا. فده كل الموضوع اللي عندي. هي دي هي اللي بتماثل عندي هناك. بس هو بيقول لك هنا ان حضرتك لو شغل اجائل فهتستخدم الطريقة دي بدلا من انت بتستخدم الطريقة التقليدية اللي احنا كنا بنتكلم عليه. ده الاجائل اللي هي بقى تحكيها بقى والجانت تشارت زي ما احنا شايفين جانت تشارت ده يا جماعة من اشهر في مجال ادارة المشروعات عمنا في اي حاجة كنتستخدمه في اي حاجة بس طبعا في ادارة المشروعات بشكل اكبر. آآ esi باش مانستحمد ما برضو مش هي بützen اجاب عن طالف مش بستوى ازاي protesters 전면 اللي بتبقى ضبع ما احنا شايفين كده во هكذا تقدروا تستزيدوا في الحتة دي زي ما انتم عايزين تعملوا اه او ده ودي اللي بتبقى موجودة برضو ده بيحدد هنا كدو ده مان شايفين كده وهنا بلاند وهنا اكتوال. اكتوال ده يعني احنا كنا مخططين ان هي تحصل هنا بس هي حصلت هنا. تمام احنا كنا مخططين المايل ستون تبقى هنا بس ادرقنا المايل ستون عند النقطة دي. اتاخرت شوية مسلا نقول 10 15 يوم. عندنا سكدول بيزلاين والسكدول داتا والبروجيكت كالندر. الحيات اللي احنا قلناها كلها واشارحناها من شوية. اخر البروسوس عندي هنا. دي كلها الحاجات اللي هي يعني 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 كتروس كدول متمة بي متمة بان هي تترمين الكرن تستاتيس of the project schedule. انفلوينسن الفاكتوز اللي ممكن تكريات اتشينج. انك كنت تبص على احتياطيات ضرورية لو احتياط لها امر استدعى. تماما انفلوينسنج تغيير عصبا عنها للسكدول. ومناجينج وادي البروسوس عندي هنبتدي برضو نستخدم الزوم عشان الدنيا منها مختلفة شوية. دايما نقول لها يا جماعة ما فيه وورك بيرفورمانس انفورميشن. هنلاقي ايه? هنلاقي وورك بيرفورمانس ديتا في الامور. تمام? لان دي الناتج بتاع البروسوسينج اللي فاتت. كل البروسوسين اللي فاتت. احنا كنا لسه ما نفذناش الشغل. البروسوس دي اثناء ومعد تنفيذ الشغل. وبالتالي انت بتعمل الفوركاستنج اكوردينج للواقع اللي بقى موجود. يعني انت دلوقتي مشيت في المشروع شهر مسلا. فبتتعمل الفوركاستنج للسكدول هو هيمشي فعلا كده اللي هيتغير فيه كزا وكزا وكزا. طيب تغيير وابديت البروجيكت مانجمنت بلان. لو فيه اي حاجة محتاجة. وبروجيكت دوكيمينتس اوديت. والانبوتس عندنا هنا. بروجيكت مانجمنت بلان. كل الانبوت سي دي. بروجيكت دوكيمينتس كل الانبوت سي دي. وورك بيرفورمانس ديتا ووبيه. ايه التولز اللي موجودة عندي هنا. فيه ارنت فاليو ودي هناخدها ان شاء الله في المحاضرة الجاية ونفهم ان هو موضوع مهم جدا وموضوع كبير. هنشوف شكله دلوقتي بس هو انا اشرحه لكم لما نشوف شكله. اللي هو تقييمات الاداء بشكل عام. شرحنا قبل كده لو انت بتحدد بس فيه اتجاه في اللي بيحصل في الطايم هنا لا. اللي هو هل فيه فرق مرين والاكتوال ديوريشن. وات اف سيناريو اناليسيس وات اف سيناريو انسيزا قلناها بلكده قلناها بلكده قلناها بلكده شرحناها شرحناها شكادر كومبريشن فرحناها. ده ده بيعبر عن ان انت في الاول هنا في اول المشروع دي زير وهو الحد دي توني وان. من دي زير والحد دي توني وان انت حقيق بيبقى مستوى الشغل اللي لسه ما تنبتز اللي هو الريمينيج لحد هنا. فطول ما انت ماشي بتبتدي تقل 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 وحضرتك كل يوم بتبتدي تقول والله انا بقيلة قد كده فترسم الكلام ده كله. فطبعا اللي هو ده اللي هو والايديا اللي بتوقع سمونت لنفسك في الاول هو ده والريمينيج تاسكس اللي هي ده. فتبتدي تطبق الجراف ده عشان طول كل شوق تبع عارف انت ماشي ازاي. انت مسابق ولا كده. طبعا ده مرتبط بالاجال ده مش مرتبط بالوضع الطبيعي. مهيم? وآآ قولنا على بحث حبابي الاسئلة بس قبل ما تسألوا اي سؤال انا عايز اجاوب سؤال اتسأل المرة اللي فاتت بيه. الـ project اسئلة. كنت محتاج بس اه اشوف على السؤال نفسه اشوف. خيب السؤال ده مبدئين يا جماعة الجزء اللي في الاول فيه ما هو الا مويه. يعني هو ده مش السؤال خالص. الجزء اللي في الاول مالوش دعوة بالسؤال خالص. هو بيسألك بس هو الراجل يعني ايه? جه سألهم سؤال مالوش عداقة باللي هم بيتخنق عليه اصلا. سألهم على بتاع الـ. هو ساب المشروع خالص. هو كده بيتكلمش على المشروع خالص. هو هنا بيتكلم على اللي هو اللي هيطلع في النهاية. بقى بتاعه اللي هو اه يعني المدة الافتراضية او العمر الافتراضي. ده هنا بيتكلم على نفسه. بنسميها ايه? بنسميها او الاندريكت كوست او اللايف تايم اه اه بوست بتاع البرودكت النهائي بتاعه. فهو ده اللي كان بيتكلم عليه. دي كتاخر اختيار اللي موجود عندي. طيب لما نجد ارجع تاني للأغبطة او الحاجات اللي كان بيحاول نعمل بها تنميه. فكرة البروجيكت لايف سايكل. البروجيكت المناجمنت بروسس جروبس في البروجيكت لايف سايكل وما فيس برويكت مناجمت لايف سايكل. ويي الدراوجيكت سايكل ويبروجيكت لايف سايكل ويبروجيكت مان� Owner Group دي موجودم. ولكن خلينا نقول نفترض إن هن عندنا مسلا برويكت مناجمين. مايش متلافكت مايش ميش تلح هيه يل مهروف إيتش Hadiq involves content work. و Aaron con different من دفئي. خلي بالك ان انا هنا بشرح لك. قلت لك ان the project management process group. لان the project management process group ما هو الا logical grouping اللي مجموعة من processes بتتميز او لها طبيعة معينة ان هي بتكون في الانيشيشن بتاع المشروع. ولكن الprocesses دي بتبقى كلها دخلة في بعضها. ما بتبقاش مفصولة عن بقية. يعني ما بقولش الانيشيشن خلص تعالى نبدأ البلانينج. خلص تعالى نبدأ الاكسيكوشن. لأ كله متداخل مع معه. لكن project life cycle بقى اللي هو كنا قلنا عليه قبل كده ايه? اللي احنا قلنا عليه. starting the project preparing and the organization executing close out. اللي هو كان الشكل اللي فيه قطوض كان ببعض ده. هما اربع مراحل. ابدأ المشروع. خطط ونظم. نفذ المشروع. اقفل المشروع او سلم وقفل المشروع. ده فيما يخص آآآ الموضوع بتاع السؤال اللي سألتوه المرة. طيب خلينا نبتح باب الاسئلة بقى. ونبتدي بسؤال المهندس احمد علاء الدين. لو كان فيه شفتين عمل باليوم وين بيصير التضاعف. ده مجيبين الاتريشن واحد وصف. اخد اي و اي اخدوا نفس الاسم تمام? لا. هو اتريشن بس الفيتشر اي. كان فيها تو يوزر ستوريز. الفيتشر اي كان فيها تو يوزر ستوريز. فبقى فيه فيتشر اي يوزر ستوري وان وفيتشر اي يوزر ستوري تو. تمام? اه نيجي بقى للسؤال اللي قبله لو كان فيه شفتين عمل باليوم وين بيصير التضاعف. مش مش فهم شو تقصد اي? يعني احنا لو رجعنا للحيطة بتاعت الريسورس اي انت عايز تقول ان انا بدلا ما كان عندي مسلا اي تي سبيشيليست. انا عندي اتنين اي تي سبيشيليست وشغالين شفتين? ولا يعني عايز تقول ايه? طيب. نيجي المهندس امه يقول هو ايه الاجيل سوفتوير? مش عارف برضو سؤالك اللي هي علاقة بايه? بس لو انت تقصد ان انا قلت انا قصد حاجة انا قلتها فانا قلت ان الاجيل بيستخدم مع مشاريع السوفتوير. ولكن انت بتكلم على سوفتوير خاص بالاجيل? لأ مفيش حاجة اسمها سوفتوير خاص بالاجيل. لكن انا قلت ان الاجيل بيستخدم مع مشاريع السوفتوير. طيب مهندس محمد عبدالسلام. ايه بقى? البرودكت اه ما البرودكت لايف سايكل? بس البرودكت لايف سايكل اللي هو البرودكت اللي اطلعلك في النهاية من المشروع. انت انت كنت عامل مشروع عشان تعمل اه مسلا طريق حل? عشان تعمل الطريق. فالطريق ده بيمر بمجموعة من المراحل بقى ميكون خلص بقى. الطريق ده بقى انت البرودكت نفسه بتاع انتاج الطريق او آآ آآ انشاء الطريق ده بيمر بستارتنج ارجانيزنج اند بلاننج اكسيكيوتينج وي كلوزنج. طيب خلصنا سلمنا الطريق. الطريق بقى ده نفسه بيمر مجموعة من المراحل. المراحل اللي بيمر بيها بتبقى خلينا الفرق بس بين اللايف تايم واللايف سايكل. كمام? عشان حاجة واللايف تايم حاجة تانية. هو العمر الافتراضي بتاعه. فالعمر الافتراضي بتاعه انت كد تتكلم على آآ آآ بيسميها اللايف تايم آآ آآ كوست بتاعة الايه? بتاعة بتاعة سوري يعني ان النهاردة لما نيجي نقول على انا اشتريت برينتر البرينتر دي مسلا بقى الف جنيه. ده بتاع البرينتر. طب البرينتر دي نفسها ليها ليها آآ آآ كوست اثناء التشغيل. الكوست اللي اثناء التشغيل دوت لما نكون بنتكلم عن الانك وبنتكلم عن عن الانك كارتريج وبنتكلم عن درام وبنتكلم عن مينترس فانت هين بتتكلم عن الكوست بتاعته وهو شغال ده. بس نفسه اللي طالع عندي. فلو انت مثلا فيه الطريق دوت محتاج سيانة محتاج خدمة محتاج مش عارف ايه كل دوت بتبقى كوست وطبعا هنتكلم عليها وانحنا بندخل في المرة الجاية. بس هنفترض ان الطريق دوت معمول مسلا انه هو تلاتين سنة او عشرين سنة. فحيمر بمرحلة انه هو في الاول شغال كويس بعدين مرحلة السيانة مرحلة الترميم مرحلة ان احنا هنبت نرجع نشتغل عليه تاني. طب ده ده لو طريق طب لو تليفون طب لو مش عارف ايه. اي ان كان المهان المهندس احمد فاني بيقولي ده على حسب مهندس يعني انت لو شغال في صعب انك تقدر تعمل بدون تولز تساعدك لان بيبقى فيه ما تقدرش بطريقة منول او طريقة اكسل لانك تزبط. وزي ما قلت لك المهندس اه احمد سمير ما شاء الله عليه يعني بلانر تمام يقدر يفيدنا. فانا جاوبت على المهندس حمد بسلام طيب just one main question at the end of the course. you will you express all the course on the program just to see all these lectures in the primavira software. مش عارف تقصر ايه صراحة. at the end of the course you will express all the course on the program. مش عارف. just to see all these lectures in the primavira software. مش عارف ازاي ممكن تشوف كل المحاضرات دي في المحاضرات دي في المحاضرات. مش عارف تقصر ايه. ممكن توضيح اكتري. just a recommendation. just removing the agile part as it distracts the flow. unless it is part of the BMP exam. I believe there is a separate certificate for BMP Agile. بس مش عارف احمد. الترند اللي موجود خلي بالك. انا بس عايز اوضح حاجة كده للناس برضه عشان الناس يفهم. عن ايه لا نفرق ما بين البنبوك version او الاصدار بتاع كتاب البنبوك وما بين الاكسام outlines او الاجزام objectives. ممكن within the same BMP version يغير لك الاجزام outlines. يغير لك الطريقة او الاهداف او الحاجات اللي عايز يمتحنك فيها او عايزك تبقى عرفها قبل بتدخل الامتحن. تمام؟ وده actually حصل خلال version 6. وبدأ يغير الاوتلاينز باوتلاينز تانية بتفوكس على فكرة الاجايل. وانك تبقى فعلا فاهم معارف الاجايل وعارف الدنيا بتاعته مش هزاي. وبالتالي. قول ان حضرتك هتستبع لجزء بتاع الاجايل اثناء المذاكرة. فده هيكون رزك من عندك. حل امتحانات افديتت ولو لقيت ان اسئلة الاجايل فيها او الاسئلة اللي بتاعتمد اصخلي بالك يا جمال. البي ام بي بالزات. البي ام بي. مش زي اي حاجة هنا. ما هتلاقيه السؤال داخل اللي بيقولك سباح الفل قل لنا الاجايل. او مش عارف ايه الاجايل كزا. او مش عارف ايه لقى كزا. هتلاقي ده فين لك الحتة اللي عايز يختبرك فيها في وسط السؤال ومش هتعرف تجاوبها الصح الا ازا كنت مذاكر الحتة. تمام؟ طبعا. يعني هل انت مطلوب منك تبقى متعمك? انا شايف ان احداك المفروض تجيب الكورس او طلاي بتدى الاجزام او طلاين وتشوفها وتشوف هو ايه الكريتيريا اللي هيمتحنك بيها عشان تبقى داخل عارف انت هتنتحن باهداف ايه? مطلوب منك تبقى عارف ايه? هيسألك في ايه? الاجزام او طلاين بتوضح لك الكلام. طيب مهندس محمود سعد بيسأل هل الشهادة علاقة بالكيس ستادي? طيب هو المهندس احمد كان موجود معكم من شوية وقال لك اه طبعا ليها علاقة وكده. بس بما ان الوقت خلص وبما ان الدنيا دي خلصت فانا بقول لك هي مش هتدخل في الماركينج بس هي كانت نوع من انواع آآ ريسورس الزيادة مني عشان اساعدك انك تبتدي تدخل في المود وتخش في فكرة داخل المشروعات ان شارتر ده لما بتعمله بتبدي تحس السنس بتاع داخل المشروع. فهو كان تدريب لحضرتك اكتر من انه حاجة هتاخد عليها ماركس او لو ما عملتهاش مش تاخد اشتهادة والكلام ده. تمام؟ ده اجابة للمهندس. طيب الكيس استودي يا جماعة هنعلق عليها المحاضرة الجاية ان شاء الله او اللي بعدها. ماشي اكوردينج لتايم الافيل. طيب طيب اجايل معناه ايه بالعربة وتطبيق وباللغة العربية وليس الانجليزية. طيب بس يا فاندم اجايل معناها حاجة كده رشيقة. رشيقة بمعنى ايه؟ بمعنى انه هي متخففة من كل الاعباء اللي ممكن تكون مرتبطة بالتطبيق المنظم جدا والمعتمد على بعضه جدا بتاع الوترفول. الوترفول تقنية الوترفول او سوريا مش التقنية الوترفول بتاع الوترفول ده بيعتمد على فكرة انك تجمع كل في الاول وبعدين تروح تنفز وبعدين تسلمه. فده كويس بس مش رشيقة. مش رشيقة ليه؟ لانه بيتحلكش قدرة على التحرك بسهولة وبحرية وبمرونة وتبقى عندك استعداد لتلقي التغييرات كل شوية. هناك الوتشينج في الوترفول بتشينج الريكوست. هنا الوتشينج في الاجايل انت ممكن تروح توري الحاجات دي للكاستمر يتلاقيه بيغير لك حاجات جوهرية. فتروح تعاملها لان كده كده كنت رايح اصلا تعمل. انت كده كده رايح تعمل اتريشان تاني. فلا يضر ان حضرتك وانت بتعمل اتريشان تغير الحتة دي. فبتبقى اكثر رشاقة في التعامل مع التغييرات. اكثر رشاقة في التعامل مع الطبيعة الغريبة بتاعت البني ادم اللي هو ممكن يطلب الحاجة وبعد اسبوعين او شهر يضير رأيه فيها. او يبقى بيغير بيطلبها. يعني شايف ان هي تمام لكن لما تطبق وتنزل الارض الواقع يلاقي انها مش هي دي اللي هتحقق له الاداف. وبالتالي حضرتك بتكون رشيك اكثر رشاقة في التعامل مع التغييرات والطلبات اللي بتطلع من العمير كل شوية. ورشاقة هنا لان الانسان الرشيق اللي هو وزنه خفيف اللي هو متخفف من كل الاعباء اللي هو بتحرك بسهولة. هادي فكرة. طيب محمود زتون ايه الفرق بين القيود الخارجية وقيود المشروع. وكزلك افترات خارجية افترات المشروع. والشرح شابه نفس الشيء اللي في الكيسة دي ما يحدود المشروع. هل فيه فرق جوهري بين الديكموزيشن اند الميكينج دابلي بي اس. بعتزن ان طالة. طيب بصي بشمنزش. انا كن برضو واقعي معك. انا ما هشرحش الجزء دوت. لان فمان شرحته بالتفصيل قبل كده. هاديك ممكن ترجع الجزء ده في المحاضرة اللي انا شرحته فيها وبتشوفه كويسة. تمام? هي اللي بتبقى حاجات فيها يعني لو بنتكلم في حدود المشروع بالبساطة شديدة جدا. المشروع لا يشمل كزا. يشمل كزا. ولا يشمل كزا ده باوندري. المشروع دوت اخر ستة شهور ده باوندري. المشروع دوت ما يعديش خمسمائة الف جنيه ده باوندري. تمام? دي فكرة. هالفي فرق جوهري بين ديكموزيشن ده بي بس. هو ديكمو تستخدمه عشان تنتج الدبلي بي اس. الدبلي بي اس هو البرودكت النهائي. ديكموزيشن هو التكنيك اللي انت بتفتغل منه. تمام? آآ طيب لينك استبيان هيرد عليكم مهندس آآ آآ احمد. مايك ويشن اشجا ستو ميك افول بلان اون بريما فيرا او تو بوت زا اكتيفيتز كاوس ديوريشن ليتس شارك. بصي مش مهندس هو بالنسبة للكورس هنا لان بريما فيرا بيبقى ليه كورس الواحد واصلهم. تمام? فأنا لأ انا مش هطبق على الريما فيرا. لو انت منتظر ان احنا في اخر الكورس نطبع على الريما فيرا. لأ ده اوة في سكو. تمام? آآ بصها بش مهندس والموضوع هنا في يعني مش عايزة اقول ازواق. بس انا شخصيا ما استخدمش ريتا خالص. انا استخدمت البنبوك واستخدمت البنك الاسئلة التعريدة. يعني انا استخدمت بنك الاسئلة التعريدة. لكن ما استخدمش تاب ريتا نفسه كبكرة. انا الحمد لله قدرت افهم من آآ الماستر العليم اللي هو مستر محمد سليم. وبعدين رحت اريت واريت السلايدز واريت البنبوك واريتهم تاني وحليت اسئلة ورجعت القرير وهكزا. اريت كزا مرة. فبقت حاجات كتيرة جدا ما بقاش فاهمها في الاول وبعد ما اعمل راون تانية. لقيني بعد ما كنت مدمع مسلا ثمانين في المية فيه. لا بقوا خمسة وتمانين. بعد عامل راون تالت بقوا تسعين. وهكزا. الفهم بيزيد مع الاعادة. ممكن فيه كورس فيه كورس لشهادة الاجائل. طبعا ده سؤال مواجه يمكن لإدارة الاكاديمية. ممكن اكيد تنظم حاجة زي كده. ده ك كورس تاني خالص. يعني. اتنين وتلاتة انسز از ات شود بي. تلاتة واربين واحد وخمسين. لا. بص مش محمد رجعهم تاني. هتلاقيهم هم اربعة واربين واثنين وخمسين. ولو اه ملاقيتش انه هم كده بعد ما ترجحهم ابقى تعالى تواصل معي. اه المهندس عمر نور سؤال في الجزء الصدق. مهندس بين الانشطة يكون في يوم يعني لما نشاط الف باليوم التاني هي هيبلش نشاط به باليوم التالت. معلش نشاط الف باليوم التاني هيبلش نشاط به باليوم التالت. معلش انا مشارف ايه السؤال بقى. يعني ايه السؤال. وضح لي معلش. خلنا ننتهي في شهرة اتناشة انها هنزكر. مش تقصد هلتتوقع ان احنا لو خلصنا في شهر اتناشة نلحن نزاكر وننتحن في شهر اتناشر. طيب بصوا انا انا يعني كنت انتفق مع المهندس احمد سامير في الاول انا اهدي محاضرة في الاسبوع لان بصراحة ايه دي الكباسة اللي انا كنت اقدر عليها في الظل الالتزامات اللي عليها. بس اه يعني لما عادت افكر بصراحة في الواقع بتاعكم وانه كنتوا احنا نخلص في شهر اتناشر بقىش فيه فرصة الانتحان معاني بتوقع بنسبة كبيرة جدا انه ه هياجله اه التغيير دوت التلات شهور كمان بس ما نقدرش نعتمد على التوقع ده لكن انا غيرت الموضوع دوت وخليت شغلين سابت وتلاته وبالشكل ده هنلاقي بنبقى مخلص تقريبا في اول عشرة يعني اه هنخلص على اول عشرة اخر تسعة اول عشرة فيكون قدامك على اقل لعشرة وحداشر واتناشر فرصة كافية جدا تلحق ازاكة بتشتعب. تمام? طيب اه المهندس ام كان عندي بخصوص الكريشنج الارخص على الكريشنج فكده قال ليوم ممكن يوصل لنفس الزمن لباس تاني فهل كده المفروض اشوف كده برضو بعد كده. اه بص يا فندم في حاجة هنا اسمها نير كريتيكال باس. نير كريتيكال باس ده هو الباس اللي بيبقى زمن واقل على طول من زمن الكريتيكال باس. بحيس ان الكريتيكال باس ده اه لو انت عملت فيه بالشكل ده فالتاني فعلا هيتحول لكريتيكال باس او ان النير كريتيكال باس ده لو حصل في دي ليه بشكل يتجاوز الفرق ما بينه وبين الكريتيكال باس هيبقى هو نيو كريتيكال باس. وبالتالي حضرتك فعلا المفروض تبقى نخلي بالك من الباس من الكريتيكال باس ومن النير كريتيكال باس. زينا ده نحفز كل الام بس والاوت بس والتورز ولكل العملات التسعرين. بص يا هندسة يعني انا مش شايف ان احنا المفروض نفكر في الحفز للوقتي خالص. وخلي الحفز دي اخر حاجة خالص. يعني انا قلتلك من شوية ان انت تفهم. انت كان تفهم معي. انت زاكر. وبعدين هتعيد. مع كل اعادة بتلاقي في حاجات كتيرة جدا ثبتت. بعد ما تكون خلاص وصلت لان انت كل اللي ينفع يثبت بالمنطق وبالفهم ثبت. هيتبقى لك جزء ضغيل قوي هو ده اللي انت ساعتها تحتاج تحفظه. بلاش تبقى كيرة على الحفز من دلوقتي. انت كل مرة بتعمل فيها اعادة ده البرجيسي بتاع المذاكرة. فانت كل مرة بتبتضح لك حاجات اكتر بتفهم حاجات اكتر المنطق بيركب معك اكتر. فتبتدي ساعتها تايه? تبتدي يستقر في دماغك اللي انت اخدته بنسبة سبعين في المينة. كمانين في المينة. بسعين في المينة. مايتبقى جزء بسيط ساعتها اللي هو هيبقى مالوش لوجيك قوي عندك ساعتها هو ده اللي تحفظه. طيب. السؤال مهندسة اياه. ممكن سؤال لما نطرح من النورمل في المقال اخترته نتيجة عشان هي اقل خمسة مية. في المقال اخترته نتيجة خمسة مية قيمة طرح او في سابة تانية اختارها للمسال. طيب لو انت بتسألي احنا ليه اخترنا الخمسة مية? احنا بنعمل ايه? احنا بنطرح الكراشنج كوست ناقص النورمل بوست. وبنبتدي نسوف احما عملنا سيفنج اد اي نتيجة الديوريشن افتر كراشنج والديوريشن النورمل. فلو طلع على سبيل المثال ان احنا عندنا الفرق في الكراشنج كوست خمسة مية وعدد الايام يوم. هيبقى خمسة مية على واحد بخمسة مية. طب لو طلع الف وعدد الايام يومين. فهنقول الف على اتنين برضو بخمسة مية. طب لو طلع الفين وعدد الايام تلاتة. هيبقى الكراشنج كوست هنا برديه ستة مية. احنا اخترنا ليه? احنا اخترنا اقل واحد موجود على يعني لازم تبقى نفسها عشان تديني تمام? طيب. سؤال بره شوية. اللي هو هي. هل معنا هذه الكورس هنكون جميعا المعارفة المطلوبة ولازم منطبق ولا الكورس التطبيقات كافية? لأ طبعا يعني انت بص يا جماعة اللي انا بدهولكو ده يعني يمثل تلاتين لاربين في المية. من اللي المفروض يكون موجود عندكم في دماغكم. فاللي يكون موجود عندكم في دماغكم ده مش هيجي غير من كتر التطبيق وكتر المذاكرة والدنيا دي كلها. طيب المهانس احمد الحسر ابد رحمان الحسري بيقول افضل نقرأ ونذاكر من بنبوك العربي انه لا 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 خالص لا انصح تماما بان حضرتك تستخدم بنبوك العربي لمذاكر. بنبوك العربي تستخدمه فقط اللي ما عرفت معنى فقرة او معنى كلمة وجهت فيها مشكلة في الانجلش مش عارف تتخيلها او تفهمها. وعلى ذلك مش هتلاقي النسخة العربي بتديك المعنى اللي هو لان معظم الترجمة ترجمة يعني مش آآ يعني اللي الترجم حاطت الاعتبار بتاع الالتزام بالنص اكتر من توصيل المعنى. يعني هو ملتزم بالترجمة نصية اكتر ما هو ملتزم بان هو يعني مش حد بتاقدرت مشروعات عربي وقرأت كلام ده وبيحاول ينقل لك المعنى باسلوبه. لا. هو ترجمة. ودي مدرسة طبعا ما نقدرش ان يعني نقول عليها لا. ما هو حضرتك بص ابن مهانس احمد علاء الدين بيقول لها بستوعب العربي اكثر من انجليزي. بس العربي مش شرحه كويس. والامتحانة هيكون بالانجليش اه فيه ارابيك ايد. بس برضو مش هو الاساس. انا انا مهما كان حضرتك لغتك الانجليزية غير قوية. انصحك بانك تمشي في الانجليزي وتستخدم العربي كمساعد وليس العيس. هل ما نحاول مصدر نجيل منه واسئله محلول له حاجات نتقرر منها. طبعا في مصادر كتيرة جدا هبقى احضر لكم كده اكتر من مصادر تستخدمونه. وانت هكذا لو دخلت بس كتبت على جوجل يعني هتلاقي حاجات كتيرة جدا. فيها سئلة تانية يا جماعة. سارحوني المحاضر النهاردة كانت طويلة شوية بس هو يعني كده تاني. احنا كده ابطال ان احنا خلصتنا في ثلاث ساعات صح?